السلام عليكم من احمد الامام ومعنا بشمهندس محمد شريف للمرة التانية طبعا انا مش محتاجة اقول انا سعيدة الدين هو معايا وان شاء الله يعني متبقاش اخر مرة النهاردة زي ما قلنا هنتكلم عن ايه الاسئلة اللي المفترض يفكر فيها اي software architect وهو بيديزين السيستم فالباشمونتس هيقول لنا من خبرته كل الاسئلة اللي بتدور في دماغ وقتها والنقاط اللي هو المفترض يغطيها او يحاول يشوف لها حلول مبدئيا سواء الابليكيشن شغال او لو الابليكيشن الريدي رانينج واحنا محتاجين نعمل له منتنانس ازاكا باشمونتس عاملين الحمد لله تمامكم سان طيب سان طيب سان طيب سان طيب كسان طيبين من الجماعة كلكم انا عارف ان هو يعني انا تاني مورف وقت اليه بس والله الكلام ببقى جميل انا بنحب نطلع نغي معكم يعني احب كلمة عحمد برضو فعني ان شاء الله يبيوا حلو ان شاء الله طيب خلينا خلينا نبدأ بندخل على الموضوع direct ايه الاسئلة اللي بتدور في دماغك لو افترضنا ان السيستم انا لسه ببنيه يعني انا هي طبعا بتبقى حالة مش مش دي الحالة الطبيعية غالبا كلنا بنشتغل على system already up and running بس لو افترض ان انا هديزاين سيستم الاول ايه اللي المفترض ان انا افكر فيه هو طبعا بتبتدي في الاخر الموضوع مش كيم يعني انت بتبتدي اول من انت بتحول تعمل ايه اصلا يعني هو ايه الهدف اللي احنا بنعمل يعني احنا ليه كنا متجمعين دلوقتي عشان نعمل ايه يعني المشكلة الاصلية البيزنس بيحاولي حل ايه هل المشكلة دي محلولة قبل كده ولا لا يعني ممكن انك تلاقي ان فيه بس حد تاني عنده حاجة شبه مثلا انا بايز بردو تتأكد انك انت فهمت المشكلة عنده ازاي التايملائن بتاعك عمل ازاي انت كونسترينت بايه لان ممكن ان يكون عندك يعني افكار بس انت شايف ان هم مزنوئين مفيش مفيش وقت لكل الكلام ده انت بردو محتاجت ايه تبقى realistic بايه اللي ممكن تقدمه في فترة معينة فيه كمان الهو بيسمون non-functional requirements يعني كان هناك فترة معينة فيه non-functional requirements فترة معينة اللي الناس عارفين واحنا بنعمل اي كوميرس عشان الناس تشتري ونبيع مثلا ده اللي احنا عايزنا نعمله اصلا فيه بقى non-functional requirements بقى احكاية اللي احنا هتجنبقى على موبيل ومحتاجين بقى مش عارف الوقت بتاعنا سريع وعايزيني بقى عندنا سرش حلوة وعنتنا مش عارف ايه يعني اعرف اللي هو ممكن بناءا على هذه المعايير تبني بقى حاجات تانية تخدم على الكلام يعني انا عايزي بقى مثلا دوبسايت بتاعي متاح في جميع الدول في العالم غالبا محتاج localization ومحتاج مش عارف موكل ومحتاج edge network مثلا حاجات تعمل على cdn حاجات تعمل على deploy servers وكذا حتى في الدنيا فده يجب لي مشاكل replication وجب لي مشاكل منها فتلاقي فيه حاجات كله مثل الجملة طلعت منها مثلا architecture problems كتير فمحتاج تلمي الكلام الاول وتلخصه وتتأكد ان الناس وتلخص قبل ما تجدك او وانت بتقعد معاهم وتبقى عارف اللي بيحصل بتطول بيزس الموجودين وبحيث ان الاسئلة تقدر تبقى معاهم بحيث تشوف برضه اهم بعد كده ايه المهم فعلا يعني انت ممكن تبني كل حاجة في الدنيا بس تكنيكلي هم مثلا خمس ست حاجات هم اللي ايه make it or break it يعني الحاجات دي ما تعملتش احتلل ما اخش المشروع وحاجات تانية ممكن تيجي بعدين فتبتدي بقى ايه تحط الpriorities على الكلام ده ايه ايه اللي احنا كنا نتكلم فيها كزاني فالمتحة الاولى انا باجريجية الكل الريكوارمنتس اللي البزنس حطتها وبناء عليها ابدأ افكر على حسب هم عايزين ايه وطبعا مش بنفس كل الاحلام اللي في دماغهم انا بس بشوف ايه الحاجات اللي هي اساسية بالنسبة لل الابليكيشن اللي محتاجينها ومع الوقت بقى بنبدأ نحسن الدنيا بس لرفياد ممكن يكون ممكن تكون حاجات تباين ان هي make it or break it بس تكتشف في الاخر ان هو لا احنا ممكن نتكشيات فيها شوية برضو اممكن نرتبها بترتيب مختلف يعني مثلا احنا محتاجين مثلا ننزل ووبسايت وموبيل ايب مثلا وكتشف ان انا ممكن اكشوية موبيل ايب اهم دروقتي ممكن ننزل ووبسايت بعدين يعني عرف اللي هو ايه احنا هكيجل اتنين بس ممكن نفرق شهر وشهر ده يفرق معك جدا يعني بس ده ما اقولك ايه ده ده الحاجات اللي هي لسه بنحط الهدف الاول الاهداف اللي انا عايزينها ونديها وحاجات ده ممكن تتغير مع الوقت يعني مفيش حاجة برضو تبقى مستنستون يعني بيبقى حسب برضو الديسكشنز ممكن بيجي بعديد فاطرة يقولك بايداوية حصل حاجة فاحنا محتاجين نرجع نزود حاجة نشيء الحاجة فده اكسبت الفاكت دي ان الحاجات دي مهما ان كانت برضو ممكن تتغير بعدين بقى نبتدي نشوف اللي هي الحاجات الاساسية اللي هنا عايزين في اي سيستم بيحتاجها يعني مثلا محتاجها هل بصيت مثلا على معايير السيكورتي بتاعتك أو كرايفاسي مش عارف البرفورمانس بتاعك ايه الكاركتريستيكس اللي انت محتاجها في الحاجات دي بحيث برضو ترتب الاولايات حتى الحاجات دي يعني مثلا ده سيستم بيعمل انا مش عارف اعلانات مثلا ولا مش عارف ايه ممكن تلاقي مثلا اهم البرفورمانس شوية عن السيكورتي مثلا مش معنى مش موجودة بس يعني ايه ممكن يخد حاجة اعلى لكن ده مثلا مثلا اوثنتكيشن سيستم بقى السيكورتي تبقى عادة يعني فهم يعني عادة تبتدي تبص برضو ايه لحط وقت فيه لانه برضو تالعادة انت في عندك وقت يعني ماحتاجه في ثيرد بارتي يبقى محتاجين الابيئيس هتبقى public ولا هتبقى private لو private سنهيص براحتنا لو public يبقى حاجات ما كتبت يبقى لازم نمتينها لتبقى بعض الوقت فلازم نحط وقت فيها كويس عشان نبقى الابيئيس دي مش هنغيرها على الناس فجأة وندرب الابيكيشن ستاعتها ففي حاجات كده برضو اعتدتك تبص عليها وانت بتبقي ايه الحاجات اللي بتقدر يعني هي الـ decisions اللي ماينفعش تركح فيها سهولة اللي انا فهمتوا من كلامك ان هي بتختلف من الابيكيشن للتاني انا ما اقدرش اقول دي ستاندرد انهامش عليها واحد اتنين ثلاثة في اي الابيكيشن اه فيها تمبليتين شوية ممكن تتمبليتين شوية حاجات اللي هو نوعية الاسئلة بتسألها لكن الاجابات هتوديك في التجاهات مختلفة يعني يعني انت ممكن تسأل معايا يعني مثلا في السكيريتي مثلا انت هت مثلا هتستوري السكيريتي فتحتك فين هل انت عند مختلف عند تيرت بارتيز هل ده انترنال سيستم والأكسترنال سيستم اسأل يمكن تسأل بس كل سؤال من دول ممكن يفتح مواضيع تانية معاك يعني هل بنبني انترنال تول ولا بنبني بلاتفورة الانترنال سيستم سيستم حيشتغل مثلا في بلد واحدة ولا في مدينة واحدة ولا جوة شركة واحدة ولا هعمل حاجة هتباورد وايد فكل سؤال من ده انت بتعمل زي السيروية كده في الاول بتحاول تفهم احنا ابعادنا فين علشان نبتدي نتكلم وممكن وده حسب بقى نتكلم في ايه ان انت بتكلم على جرينفيلد أبليكيشن انت لسه تبتدي من الصفر او بتبتدي على نظافة زي ما بيقولوا ساعات بقى فيه حاجات هي انت انهرت حاجات معينة او الميتيشنز معينة في السيستم انتجات لك زي ما هي لان هو السيستم قول لي موجود فدي برضو بتحتاج تعرفها شوية السيستم بقى له عشرين سنة وانت هجينا حد تاني لا ده هو مسلا سيستم في حاجة تقديمة حاجات جديدة وحاجة اتا اكوايرد وحاجة ما عندها خلق بتاعها يعني برضو بتحاول تفهم احنا ظروفنا ايه وايه اللي هيأثر عليك في الموضوع طيب انا يعني اللي انا فهمته ان انا في الاول انا لازم اعرف طبيعة السيستم اللي انا ببنيه فشوف ايه الاولوية بالنسباله لو هو ابليكيشن مثلا سيبانكينج فالسيكيوريتي رقم واحد بالنسبالي فهيبقى وانا ببني انا ده المعيار الاول بالنسبالي لو ببني مثلا ابليكيشن بنوع مختلف البرفورمنس هو المهم فانا ممكن لو بانكينج مش مشكلة الابليكيشن يبقى بطيء بس المهم يبقى سيكيور صح كده؟ حاجة شبك كده يعني وبذلك حتى فيه حاجات معايير مختلفة مثلا في البانكينج بيجيبنا السيطة الفينانس باي فيه حاجة تانية اسمال كمبلايانس كمان يعني انك انت مش بس ان هو يبقى سيكيور بناء على معايير محطوطة في قوانين فانت بتبقى محتاج تبقى متأكد لان عشان كده تلايب سيكيور لك هولي البنك بيطلب مني حاجة غريبة جدا بل قانون محطوط بالشكل ده فانا لازم اعمله حتى لو انا شايفه انه هو مش مش احفر عاجة الدنيا بس دات كمبلايانس وما فيش طبعا اللي هو جاود ديليفري على طول وكل اسبوع تطلع ريليز والكلام ده مبير صحيح لانك لازم تعدى البريفيكيشن دي كلها لان بيبقى فيه اندوستريز او فيه صناعات بتبقى جدا او منظمة بشكل كبير من الحكومة حاجات مثلا زي القطاع الصحي قطاع الطيران قطاع الفينانس اللي هو القطاع المالي يعني الحاجات دي بتبقى فيه قوانين ومعايير محطوطة ومعينة لازم تبقى عارفها وعشكه هتلاقي غالبا الناس اللي مثلا الـ software engineers او اركتكتس اللي اشتغالين في مجال معين بالمجالات دي هتلاقيهم بيعودوا فترة طويلة فيه لان هو بيبقى فيه knowledge بتتكاوم مع الوقت او بتراكم مع الوقت ليه علاقة بهذا الدومين فهتلاقي ناس اللي مثلا انشغالوا في الـ finance اللي مثلا انشغالوا في 15 سنة مثلا لان هو بنا مع الوقت معارفة مهمة جدا جدا في هذا المجال فمش هتلاقي مثلا كل اركتكس او كل الـ software engineers اشتغالوا في كل انواع الابليكيشن المنظر ده هديكي عند نقطة وقولك انا محتاج حد يفسر لي الحاجات دي لانه برضه مش 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 محاسب او مش محاسب قانوني او كده ففي حاجات بتاتري يعني طيب احنا هنفترض حاليا ان الابليكيشن شغال انت بقى كاركتك بتبص ازاي على بتاعتك عشان تبقى يعني بتحاول تخلي الابليكيشن ده شغال بافضل صورة ممكنة ايه اللي بتفكر فيه هو بيبقى في حاجات في حاجات ايه يعني مثلا احنا ممكن تكون انت ده برا حسب حجم المكان برضو حسب يعني ممكن يكون في عندك الـ organization نفسها عندها هداف استراتيجية مثلا بتحاول تحققها في خلال مثلا كذا انا مع أيام يعني مثلا لاتسي ان احنا عندنا مثلا احنا عايزين نموف تو ده كلاود اوكي احنا شركة كان عندها اغلب الحاجات اللي كانت فيها اون بريم بس احنا محتاجين نموف افانشولي في خلال مثلا الخمس سينيات جايين نطلع على الكلاود فده يعني استراتيجيات نتاخد مثلا من cto مع cto مع الاندستورز مع الناس كلها خلاصوا بحطوا بجت هذا المشروع معين، لكن ليس معنى كده أنه سنوقف شغله لكي نقوم بعمل هذا الموضوع لكن هذا هو هدف موجود، فإنك تعمل مشروع أخرى مثلاً، لكن يجب أن تعمل حسابك على الهدف التراتيجي الذي تبحث أنك لا تبوزوش، يعني أنك لا تذهب إلى تهجاهل كل هذا، وتذهب إلى تعمل شيء آخر في عكس الهتجاه فمعنى كده أن كل جميع أو كل دولار أضعه في هذا المشروع، أنا أحيانا أضع ضعفه لكي أنا محتاج في يوم أو أيام لا أرجع أخرى لهذا الهدف فمحتاج أيضاً أنك أيضاً أنك ماشي مع الموضوع، إما لو أنك خاصة من عمل أنك محتاج تروح في اتجاه آخر ومحتاج تجد من الناس، تبقى فاهمة فعلاً أنه نحن نريد نعمل كده، أنه ممكن توصل إلى ما حولاً نحن نحن مستعداً أصلاً لما معكم هذا الهدف الآخر كمه السنين، بس محتاجين نعمل حاجة النهاردة، سيبقى مثلاً، فممكن نعمل حاجات علشان المنتجة الريسك دي، بس محتاجين نطلع، فبس الناس بقى فهمة فعرفة لماذا تنسي ننتهي بهذا الشكل، أو لو حتى محتاجين نقضي شوية وقت، أو تأكدين أننا نقضي، فده شيء مهم، فالحطة دي، ما تحصل كثيراً، مثلاً شركة، كان لدينا برودكت، بس نحن نعمل بلاتفور مثلاً، مع البردكت، فمحتاجين أن كل جديدة أو كل شيء جديد يبقى فيها فده هدف استراتيجي، أننا نريد أن نحرك إلى الشركة في هذا الاتجاه، إنما بدلاً ما تبقى برودكت، تبقى بلاتفور أو الاثنين موجودين، فما ينفعش مثلاً نروح أن نعمل حاجة جديدة خالص، يعني أعمل مثلاً فيتشر جمدة جداً وكل حاجة، بس ملاقش ألق بلاتفور، فأنت ما ينفعش، يعني أنت كده ضربت الهدف فيما قتل يعني، فلازم تبقى ألايند، ولازم تشوف أن تتعملوا الكلام ده إزاي بحيث أن الشغل كله على الكلام الصناعي، كله ما يواحدة يعني، ما يبقاش في حد يعمل حاجة أخرى مع نفسها يعني، فالحاجات دي، دي بقى اللي بينفع فيها الناس مثلاً هو السينيور الانجينييرز اللي عندك أو الأكريكس اللي عندك أو كده، أن هما بيوجهوا التيم في الاتجاهات دي أحياناً، ممكن يقول لك أنت شغل زي الفل بس محتاج تزود الزاوية دي، محتاج تخد بالك من الزاوية دي علشان ما تبعيتش يعني، طيب الجزء ده مهم بالنسبة لي ده معناه أن أنت في الديلي وورك بتاعهم كأركتكت، ولا أنت بتبقى باصص على الصورة من فوق، بس لأن أنا بصراحة عملت مع الاتجاهين وكل واحد لي مميزاته وعيوبه، هو معايك، هو بص هو حسب، هو برضو، هو فكرة في إيه، في حاجات بتبقى غزباً عنك، لا تستطيع تتابعها كلها، يعني أنت غالباً حسب التيمز بتقسمت كم؟ ممكن تبقى في مشاريع أصغر من حجم المعين، أنت مش هتعرفها أصلاً، لأنها خلصة بسرعة، ظهرت بسرعة خلصة بسرعة، والموضوع ماشي، عند حجم المعين بقى، مثلاً ديزاينر بروسس وماية، فهي الجيت، يعني، يعني إيه، يعني مينوتفايد إن في حاجة بتحصل هنا، فهتحاته ممكن تخش في التفاصيل معاً شيئاً، ايه، وحسب بقى، فده يمكن ما رأيب الباب المهم من هذه الحتة، أن هو الأركتكتات، أو الأفزيني، التي لديك ليس ستعمل في معزل عن بروسس، فإن تحتاجي أن يكون عندك برضو بروسس، بتجعل هذه الحاجات تظهر، يعني مثلاً أن تتبقى عندك، مثلاً، تقول أنك عندما نريد أن نقوم بعمل مشروع مثلا مثل check list يتعدي عليها كـ program manager أو team lead أو شيء Check list سريع مثلا، هل مشروعك يحتاج إليك مع مباشرة هل يحتاج تزاود services جديدة؟ هل يحتاج تزاود data stores جديدة؟ هل يحتاج تريسيز أشياء؟ هل يجب أن نقوم بعمل في أماكن؟ نحن نحن نقوم بعمل فيها ما هو شيء تبين بس يعني تدي انطباعة بحجم المشروع دقيقة وهذا يأتي في الـ process يعني مثلا يأتي مثلا office hours أو architecture design meetings مثلا يحدث بشكل دوري فإنه ممكن تتكلم مع الناس فيها تقولهم ده الـ situation التي تتعي فممكن سأسأل لك أنت مثل الفل التي تتعيب كويس قوي كمل لو كان هناك شيء يقفت معك تبقى تعالى لنا آخر لكن أنت ليس محتاج تعمل دوشة كثيرة حدا تاني لأنه هو خبط في واحدة من اللي هما يسمون system structure يعني أنت مثلا عادة إحنا مش بنطباعة مثلا في الشرع الأقصى مثلا بس أنت بهذا المشروع تارجت لهذه المجموعة فأنا محتاج بها مش بس إن انا إدبوين دا انا محتاج مثلا أنا أروح أمسلا مثلا الكلاود اللي موجودة هناك دي وأعمل ديتا بتاعتي مثلا مش موجودة أصلا هنا فأحتاج عن زود تعليقش ومحتاج زود مش عارف ايه وبتاها بتاعتك أكبر ليلتك كبيرة فتعال ايه تعال نتكلم مع بعض علشان نعرف نمدي لك الطريق ازاي يعني دي حتى يمكن بتحديدنا ايه كده بعدين ممكن انا بنتكلم بيه بس في حاجة كده بيسمها طرق المههدة استراتيجية هذه الأشياء المهمة أولاً تبقى مجتمع بها جداً وهو تتأكد أنك عندما تأتي تمشي في مكان أن هذا الطريق ممهد لك لا تدخل في حتة الوحدة وممكن أن تتوصل ولكنك لا تريد أن تظهر على الوصول كل واحد يذهب في اتجاه لا تريد أن تخدم على الناس كلها ولا تتأكد أن طرقهم كلها سلكة فممكن عندما تلافسك داخل في حتة بهذا الشكل ستذهب إلى الوحدة في اتجاه لأن الناس لا توجد فتبقى الوحدة تريد أن تتأكد أنك لا تحتاج إلى طريق ممهد أم لا يوجد طريق ممهد فهذا ستظهر كثير من فكرة تورمو وهذا ستظهر كثير من فكرة الفكرة العامة مثلاً نحن نستخدم في السيستم هنا نستخدم مثلاً ونستخدم AWS ونستخدم وتيجي فجأة أريد أن أستخدم Oracle هي ليست وحشة لكن هناك شيء كثير لكي تتعرف الموضوع هذا أنا أعتقد أن أتجاه خمس داي طبعاً طيب خلونا نشوف بعض الأسئلة عمل باش مهندس يرجع نجهز للناس اللي سألت ده بخصوص كوبرنيتس عمر بيسأل هل تتعرف مع كوبرنيتس 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 مهندس مهندس موجود أنا آسف جداً أنا آسف جداً أنا آسف جداً يعني كوبرنيتس هل أنت نفسها في حاجة كوبرنيتس مثلاً ممكن أنت في محتاج حاجة كوبرنيتس أنك أنت تجيب وتبني كل الإنفرارات بتاع الكوبرنيتس نفسك ممكن أن تبقى لو أنت هتران على الجهزة ولا AWS ولا أي حاجة من حاجة فأنت على قد بس أنك أنت محتاج تراني واحد مكان تاني معقد ديني عندهم معقدة جداً ومش عارف إيه وهم عايزين يمسك كل حاجة بأيديهم أو هم في كيف نقول ما عندوش اللاججري تتروني يروح اللاججي بحد فالسبكترم ده في أسئلة كتير ممكن تحتاج تسألة تعرف أنت فين فهو الفكرة يعني من نقطة أنا كتب ما تحبش تبني أو تبتدي اللي هو تحط العربية قدام حصان كده اللي هو نظام أنا هشتغل كوبرنيتس ونحن بيعمله إيه يا مجيش كده وغالباً أنت عندك مشكلة وواحد من الحلول اللي ممكن تعملها بيه هي الكوبرنيتس مثلاً فتشوف هل هذا مناسب لك فعلاً ولا ولو مناسب فأنهي درجة من الدرجات يعني بس ألاقيه مكان مانجد وأنا بس هستخدمه خلاصة تمام نرجع لموضوعنا طيب اللي أنا فهمته من كلامك في الجزء اللي فات يعني أن أنت زي بتستنى فيدباك من التيم للمشاكل اللي بتحصل مثلاً إحنا عندنا بنعمل لفيتشر كذا فعندنا مشكلة كذا فأنت بتستنى أن هما ليجوا يسألوك أو يقولوا لك إحنا عندنا المشكلة دي محتاجين حل طيب لو التيم ناسها هي أداست وشتغلت مع نفسها وما سألوش بتعملوا إيه يعني لا للأسف موضوع دين دين دي بتبقى حسب حجم المكان يعني أنت ممكن تكون في مكان أنت قاعد فوست الديفيربرس طلوقت فصعب إن دي يحصل أو حتى لو حصل مش هيبقى حاجة ضخمة أوي سألوش 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 هو واضح للا بشوانس عنده كولز كتير طبع الشغل فأبلع تزرركه فهاخد سؤال تاني أنا أخد سؤال ده شكله خفيف أحمد أشرف بيقول هل لازم في بداية حياتي أربط نفسي بدومين معين في الصوفت وير وأبني عليه الكارير بتاعي؟ هل أقدر أبني نفسي من دلوقتي بحيث أقدر أبني؟ أنه أنت أه يعني خد دومين معين وكمل فيه واشتغل وأنت ابدأ أعرف لو في حاجة أنت انترست فيها أن أنت محتاج تاخد فكرة عنها أو حابب أن أنت تبص عليها بص عليها على التوازي والله عجبتك أكتر ممكن تتنقل بعد كده الموضوع في اعتقادي مش صعب قوي هو بيبقى صعب لو تتنقل بقى من يعني من حتة بعيدة قوي عن بعض بس لو هو في الوزن الدومين بتاعك أعتقد عادي يعني الموضوع مش أزمن أنت تتنطط من من دومين للتانية أجابة أحسن من اللي أنا هاول هي لك دي بقى أنا أعيسف مرة أخرى وموضع الشوعة من المشاعر السلطيني بس بس يعني عادي عادي أنا حبايا في بعض يعني هل أنت بتستنى الفيدباك تجيلك من التيم على المشاكل وإذا أنت برضه بيبقى عندك طريقة تشوف أن نحن رايحين في داية كمان مثلا في خلال فترة قد كذا فنبدأ نشوف المشاكل دي مبدئيا حجم المكان أو الشركة يفرق كثيرا في هذه الحتة وكما أنك أيضا في الشركة هناك شركات لا يوجد شركة قوية ولا يوجد أيضا روز صريح غالبا عنده ستاف انجنير أو سن انجنير يقوم بالروز كجزء من شغله فهو ليس بالضرورة محتاج الموضوع هذا قوي في الموضوع الثاني الموضوع مع الوقت تطوره محتاج لأنه حجمه كبير ومشاكله كبير ومشاكله كثير الغلطة عنده بفورة كما يقول فمحتاج أنه يكون لديه موضوع حيث أن هذه الحاجات لا تطرح منه فهي للأسف لا يوجد بلاي بوك واحد ستجد أغلب الشركات بكل شركة بأسلوب هناك شخص لا يوجد شركات أخرى موضوع ليس لازم لكن تحاول أنك أيضا متواجدة وليس قاعد في الموضوع في موضوع الموضوع فمتلك بأسلوب تبقى لديك علاقات مثلا بالناس الموضوع 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 مع الموضوع الموضوع مع الموضوع لديك علاقات معهم فتسمع أيضا هذا جزء أيضا ساعات لا يمكن تتغذى مع شخص ويقول شخص هذا كان يتناقش فيه في الموضوع فإنك أيضا تضع تبقى لديك علاقات على الموضوع على الموضوع لتسمع بس شيء تحصل هذا يحصل كثيرا أنا أصلا جربت اشتغلت مع الطريقة اللي هو بيبقى الأركتكت بس 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 من فوق وليس مع تيم فإحنا بلقوا قرارات وبنتوكل على الله ويلا يا جماعة هنعملها كذا فإيجوا هما طب إنتوا ليه بقى روحتوا للسكة دي أما بنقابل بقى مشكلة قدام طب إنتوا ليه ما قلتلناش فإننا ما نبقاش عارفين بقى نقولك إمتى وما نقولكش إمتى يعني كده ودي حتة مهمة تانية فكرة الـ أو الفكرة اللي هي اللي هي التور ممهادة دي أنك أنت أحيانا بتبقى عايز تأكد أنك أنت بتكومينيكيت بالنحياتك بحاجات بحاجات بحاجة الناس لو حد عنده مشكلة ممكن يحلال نفسه لأنه هو عارف الطريق حيبقى ماشي إزدائي أنت محدد الطريق مثلا تقول أنا مثلا عندي في سيستم بيحتاج مثلا يجد مثلا في عشر أماكن مختلفين فإننا محتاجين نعمل أو محتاجين نعمل مش هارف إيه في مثلا فريمورك نحن بنيينه مثلا أنت تكونفجر حاجة بتاعتك مثلا أو أعمل بالشكل فلاني والحاجة بتاعك هتشتغل فأنت مش حاجة تتكلمني أنا موجود الكيس بتاعتك أو التطبق على حاجة موجودة عندنا فأنت ممكن تستخدم الحاجات التي بنيناها مع الوقت نشوفنا مشكلة دي كثير وتكمل فأنت دلوقتي بقيت فعلا مش بحتاجة تتكلم لأن المشكلة بقت مشكلة عادية ما بقتش مشكلة كبيرة بقت جزء من النظام فدي فكرة أنك إنت تبقى دائميا وأنت برضو كأركتكت أو أركتكتش جروب أو كده لما بتشوف مشاكل كتير بتتبقى معينة تحصلة كتير وبتعدي بقى تاخد هذه المشكلة وتطلع منها حلول تنفع لناس كتير والحلولة تستخدمها حتى لوحدها لأنك فعلا مش عايز تتحول لأنك إنت تبقى نقطة محورية ما ينفع لأن حاجة تحصل من غير ما تعدي عليك ما ده برضو مش صح أنت بحتاج أنك إنت المكان اللي أنت فيه يقدر يفنكشن حتى لو أنت مش بالضرورة موجود وفي نفس الوقت لو في حاجة محتاجين هيزودوها مثلا هم استخداموا الحاجة الموضحة أو الطريق الممهد ده وكل حاجة بس جاءت عندهم ممكن ساعة يجولك ونتريد أن نتناقش إزاي نزودها إزاي نزبطها إزاي تقدر تكمل زي ما أنت ومع الوقت بقى مثلا إنتظروا بقى لفترة ما أزال مثلا أغلب الحالات بتبقى في الحاجات الأولى لنا شاهدناها قبل كده وكل فين وفين بقى لما يجري لك حاجة جديدة خالص لهو ما ده مش فلاش قبل كده وفعلا ما ينفعش تحل بقى حاجة موجودة دلوقتي ساعة أحنا نبقى إنفوف أكثر نخش في التواصيل ونقرأ كود معك ونكتب كود ونعمل كل شيء بس انت شايف انه يعني هداك قلت ان في بعض الشركات ممكن ما يكونش عندها الرول للاركتكت. طب فيه انا عرف يعني من خليل كلامي مع مع يعني بعض الزوملة يعني ان هما شغالين في شركات مختلفة وشركات مفترض انها كبيرة. هما ميديين صلاحيات للسوفتوير ان هما ياخدوا قرارات اركتكت براحتهم. فالحطة اللي كنت لسه بتقول عليها ان المفترض ممكن تلاقي لو انت قابلتك مشكلة احنا قريدي حلناها لسيرفز كزا ما تاخدها استخدامها لا هما بتلاقي نفس الحل ده كلهم عملين يبنوه بالتوازي ومحدش عارف يعني مين بيعمل ايه لعدم موجود اركتكت او مفيش يعني الكممينيكيشن او الطريق الممهد زي ما قلت وان الناس عارفة بيه. ما هو بقى دي بتتقى برضو مشكلة مش بس بتتحملها على الانجنيرز يعني ساعت ممكن فان ما يعرفش ما هو عارف الفيد باكت اللي هو بيقولك ايه يدنو ويوتي يدنو انت معرفش اصلا ده موجود فانت بس يعني انت عايز تكمل فمشيت فعملت انت اللي انت عايز تعمله فده بيحصل برضو وللأسف وتلاقي فقط تيجي بعد سنة ولا حاجة تشرف ان هو انت عملت حاجة طيبا يعني ترتيف المئن من اللي احنا عملنا قبل كده بس ماشي ماشي حاجة ساعت حسب الكيس يعني ممكن تشرف ان هو خلاص هو ماشي حالك وعايز وكل حاجة خلاص خليك ما زي ما انت انت مبسوط كده بس انت بتدفع تمن اك انت لو كنت تتعلم حاجة من اللي حاجة الجاسة اللي انا عملناها ممكنتش هتدفع تمن بتعلمين ان انستكون احنا كشركة من فعل الناس بلها مع بعض لكن لو انت مبسوط خلاص او ممكن لو انهم الموضوع خيش منهم جامد او انه مكتشف لهم لا احصل لنا نيجي عسل على الطريق الممهد ده تبتدي بقى تتكلم معهم في مجريشون باكس انك انت واضح انك انت مثلا تبتعت لايف فبقى ما يفعش انك انت تقطع يعني وتجي فجأة على الطريق الممهد ده يعني فانت نتكلم بقى او ممكن العكس اللي يحصل انت مثلا انت عملت حاجة وكانت الانجل بتاعتها كويسة يعني فيها فيها فكرة مختلفة شوية عن الطبيقية بتاع اغلب الناس فممكن نقول انكوربريتت في السيستم كأوبرول يعني ممكن تبقى هي في الاخر يعني بشكل ما تبقى هي جزء من الطريق المهد لغيرك بعد كده فتبقى فيها منقشها هي بس الفكرة انك انك انت يعني يعني لما في حاجة بالمنظر ده حاول تسأل حواليك بحيث انه ممكن حد يساعدك يعني طيب ازاي بت ايه الحاجات اللي انت ببص عليها عشان تتأكد من البرفورمنس بتاع السيستم او ان يبقى سكيليبل ايه او ايه اللي انت بتركز عليها فتبدأ تشوف والله ده احنا ايه زي ما انا كنت بقول له احنا يعني ماشيين كويس او احنا هنروح في مشكلة يعني كمان فترة كذا بتعرف ازاي بقى وتجيب الارقام دي ازاي كمان هو دي بقى من الحاجات اللي بتبقى مثلا وانت بتعمل فورمال ديزاين ريفيو بروسس مثلا في السيستم عندك بقى في من ضمن الحاجات اللي بتعملها كتمبلت مثلا انك انت بتحدد الانسترومنتيشن بتاعك شغال زي الميتريكس بتاعتك كي بي ايه زي كلام ده كسيربس او كفيتشر او واتفر والمفروض انت بيبقى عندك ينفايد انسترومنتيشن حاجة تشغل بها مثلا بأي حاجة انت بتنفى عندك يعني بحيث ان انك نقدر نشوف الميتريكس بتاعتك عاملتك انك انت في الاخر عارف المبدال هو ايه كانت ناجراتي كانت امبروفت يعني مش هنتكلف الانسترومنتيشن قبل نشوف الارقام اصلا قبل نشوف الانسترومنتيشن ايه اساسا ودي برضو من الحاجات اللي ممكن فكرة برضو طول مهدا دي تبقى معاك لحد مستوى الكود يعني انا دلوقتي بحد مستوى الكود بس يعني حتى مثلا مستوى الفونكشن واحدة انت مثلا بتكتب فونكشن معينة فعايز تتعرف هي تاخد وقت قد ايه فمش كل واحد بقى هيخش يكتب نفس كم سطر كده ويبعث مترك هنا وقبل ما تمشي يعمل لها مترك هنا مش عارف ايه فممكن تلاقي الفرامورك اللي الشركة بنيته مسلا مع الوقت انت مثلا بتديكوريت الفونكشن دي بقى اتريبيوت معين ولا بتعط عليها حاجة معينة نوتيشن مسلا معين مش عارف ايه هتبتدي تحسب اوتوماتيك وتفيد جوه السيستم بتاع الميتريكس او بتاع الاناليتكس بتاع السيربس او ففي النفس الوقت يطلع لك اني فايد بقى متريكس فتبقى عارف ان الحاجة دي مسلا اسم الميتريكس هيبقى ايه هيبقى محسوب من انهي نقطة لان برضو ساعة بتفرق يعني مثلا بتكلم في رسبونس تاين انا هل انا حاسب رسبونس دايما على الفرس بايت ولا حاسب بعض ما نخلص اصلا ولا حاسبه منين فتبقى مش عايز بقى كل سيربس بتديدك رقم والارقام دي مش بنفس نقطة الياس فاهم كل ما تكوني الحاجة كل ما تبقى على الاقل عارف ان احنا يعني بنقارن ارقام بحقيقية ببعض مثلا انت عايز تحسب لما كل ما بين الانت بتاخد ركوست مثلا على الفرونت انت بتاعك وبعد كده انت بتاخد كم شات حاجات وبعد كده تبعت ركوست مثلا على التابيز تبعت ركوست للسيربس تانية ففي جزء كده اللي هو الكلينت انتراكشن مع الحاجات التانية دي فانت برضو عايز تحسب مثلا الاتنسي التيم آوتس الفيليرز الريكوست برسكند الاتون انت عايز تحسبو فبعده ما ينفعش تحاول برضو انك اتخلي الكلام ده كمون على قد ما تقدر ما بين كل الناس فتبقى الناس كلها متوقعة لو انا عايز بص على المتركس هنا عاصف في الشكلها ايه وايه الاستخدار في سؤال كبير من محمد مصطفى هو العربي مع الانجليش بيبقى صعب ايه الاستخدار وانا بعمل افكر فيها بحيث اتجنب اه ده سؤال كويس احنا ممكن نتكلم مع البشموندس بخصوص كان فيه سؤال الترح برضو كان حد طرحه بخصوص امت اشايف ان انا بعمل وامت انا شغال عادي ومفيش مشكلة اعتقد ده سؤال كويس هسأله في البشموندس هم معي يرجع بنعتذر بقى وفيه كتير عشان كده انا مش بحب اللايف فسامحونا انا مرة اخرى اني كان عادة انا اسف جدا فيه سؤال بخصوص الاوفر انجينيرينج وانت بتعمل اركيتيكت امتة تبع عارف ان انت بتوفر انجينير وامتة انت ماشي تمام وامتة ممكن تبقى انت اصلا مفيش انجينيرينج خالص انا فاكرا عملت حلقة بكده محمد المطان عندي على البودكاست عن الاوفر انجينيرينج انا اشكد ايه اول خطوة دائما ببصت عليها انت بتحاول تحل ايه يعني هذا اللي بيخلي عينك شوية على الهدف وده بيخليك برضه ترتب الاولويات فاكيد مش من ضمن الاولويات بتاعت مثلا ان انا عايز ازود مثلا نيو سرش كيبابيليتي في الاي كومير سيستم بتاعه ان انا احاول الاي كوميرس من موردة الموايكرة سيروسوس يعني هتلاقي انك انت ايه؟ فيه ساينز كده احنا بنعمل ده ليه اصلا يعني ده مش جزء من ده لها بنحاول ده مش الـ value اللي انا بحاول اعملها انا بحاول مثلا ازود حاجة معينة ممكن اولا ساعتا نتكلم احنا مثلا بنـ بنـ بتاعنا بنحاول نزود بشكل ميك سنس من اللي انت بتحب بتشتغل فيه لكن لو ما تلاقي نفسك بتتكلم بعمل بقالك مثلا اسبوع عملت ريفاكتور حاجات من غير اي هدف او انك انت بتعمل تزود سيروسوسوس هنا وتعمل مش عارف ايه هنا يجب ان تتعلم ايه هنا طبعا تاني هي تس مور ارت ان ساينس في الحاجات دي يعني صعب انك انت تقول احنا دلوقتي بنعمل اغلب الوقت انت بتبقى الموضوع بيبقى فيه شوية حماس على شوية رهيبة رهيبة يعني فكرة الغنظم احنا سيروس دي او الـ سيروسوس دي او الـ امتى بقى؟ الله أعلم الله أعلم دي مشكلة انك انت لو جيت لو انت ده هيحصلة مع عشر سنين طب ما احنا ليه بدي 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 ندفع عشر سنين ده النهاردة اوكي؟ لو ده احنا لا ده احنا هنطلع بكرة وعندنا اوه يعني عارفين عندنا بلان وعندنا مثلا ادفرتايزن كامبين معينة بتاعها كذا مش عارف ايه فساعتها ممكن انك كان معندنا شوية ارقام على قل البيزنس بيقولك الرقام دي هتحصل امتى فانا عادتها ممكن نبلان في الحاجة ازاكده ده ممكن يبقى اسمه مش اوه انجينير الوقت يبقى انجينير بيزدع البروبلم اللي معانا البروبلم هي من كده فما قدرش ان انا بقى مثلا اقام شورت على حاجة ازاكده انت متوقع مثلا حاجيلك مثلا مليون هيت في اول يوم ولا بتاع وانا عامل افليكيشن اخرى ساعة الف بني ادم يعني ماينفعش يعني فهم لكن ممكن تاوفرشوت علشان الهدف كان ازاكده لكن في حاجة تانية العكس انا اوه هسيرف مئة مليون بني ادم كمان عشر سنين ماشي انا مش موجود كمان عشر سنين ايه اللي احتاجه بوقتي ايه اللي احتاجه كمان شوية فزي ما بقولك كمان انت فكرت انك انت بتحيل مشكلة في مشاكل انت تحيل مشكلة داخلية يعني ده ورضو بقى غالبا هدف استراتيجي للشركة مثلا الشركة هتحطت هدف استراتيجي اننا عايزين ننقل مثلا ده هدف استراتيجي محطوط سواء اتفقنا واختلافنا معي بس سواء هدف اتحط علشان غالبا بيحيلوا مشكلة داخلية باش بحل مشكلة الكاسم عندهم مشكلة مثلا ان حجم التين كبير ومش عارفين ندليفر في وقت عندنا فريكشن كبير قوي ان الريليس سايكلز بقى طويلة والناس عندها مشاكل ومش عارفة بسرعة ومش عارفة فدي مشكلة داخلية فانت محتاج تعرف هل المشكلة الداخلية دي مأثرة على المشكلة انت شغال فيها دلوقتي حالا ولا لا ومحتاج تفهم اذا كنت محتاج تضايق وقتك او مش ضايق وقتك تتصرف وقت من اللي معاك ده او تاخد وقت من اللي انت محتاج تدليفر علي بالي النهاردة علشان تعمل حاجة زي كده فزي اقول لك ان الحاجة دي تبقى غالبا بتيم على الوقت كده بالخبرة وكلنا لسه برضو بنقع في هذه الأخطاء احيانا انك انت بتبقى فاكر للاولويات بشكل معين بساعة ما تطلع بجد اكتشف ان كان في حاجة تانية انت ضايعت وقتك على الفاضي بحاجة معينة بيحصل صعب تزبطها ايه اه تمام احنا كنا بنتكلم قبل ال قبل الكل انه على ال ازاي بتطلحها من السيستم عشان تبدأ تشوف السيستم بتاعك هيسكيل مثلا هنفترض انه يعني انا شفت ال data او ال growth بتاع ال data التاعي واتفر اللي قلت انه ما بي grow مثلا كل كم شهر مثلا بنزيد بنسبة معينة فانا عارف ان انا كمان كم سنة هيبقى حجم ال data عندنا قد كذا وانا مثلا data بيزة عندي مش هتستحمل فهحتاج بلان اعمل ايه بقى بفكر في ايه ده الحاجة ممتازة جدا يعني دي برضو حاجة من الحاجات اللي هي بتبقى ايه في ال core بتاع ال architecture. يعني انك انت دلوقتي بتكلم انا عندي مثلا زي ما تقول بصلا انا system معين لأكس باترن معين يعني مثلا السيستم ده أغلبه ريتس أو أغلبه ريتس أو بلانس لحد ما الناس مثلا السيستم ده بيحتاج مثلا ريتس سريع قوي حتى لو ريتس قوليه بس يحتاج ريتس سريع جدا ومضمون بشكل معين يعني مفهش مثلا يحصل لي أنه أنا جاء رديت تطلع تطلع اسمه ده قديمة يعني فهم فمحتاج بعد كده تتقعد مع الناس وتفهم انتو عايزيني بالزبط جزء اللي انتو محتاجيني بالزبط علشان على اساسه هنختار مثلا تكنولوجي معينة فانت مثلا محتاج تسكيل الرايتس بتاعتك بشكل بشع انت مثلا بتعمل ديسكورد مثلا بتكتب كمية ناس عملت تشات 24 ساعة في اليوم فانت محتاج تتأكد أن فممكن ابطل ببص مثلا جايزة احتاج دي تبيز مثلا حاجة كاساندرا ولا حاجة مش عارفة إلا هي بتسكيل في الرايتس والحد المالين ياري ولا مش عارفة لا انت بحتاج ضمانات معينة في الريد مش عارفة محتاج بصف تجاهدة ومحتاج تبقى في الـ ومشابسة تتبقى على الماركت الماتيريال اللي انت بتتبقى بتعمل وتتبقى وتربى وتتشرف هالده فعلا اللي يحصل لنا وإلا مش بيحصل لنا بحيث توصل للنقطة دي ده الجزء اللي هو اللي بتعديه اللي هو بيبقى الأصعب في الـ يعني جزء بتاع الحاجات اللي فيها data علشان فصعب تسكيله وبغالبا الـ اللي غلط فيه بيتكلفك فلوس كتير هل لو مثلاً اكتبه انك انت ده يريد هافي مسلاً بس هم القاتل معقولة طبعاً، إزاي تتبقى تفلك حيلي سيكول ولا على خليل سيرجور ستبقى زال فل وهتبقى جال معي وتبقى حلاوي يعني فلمان محتاج اعمل موال كبير والسامفلية دنيا قوي لا ده انا عندي 2 مختلفين مختلفين انا عندي مثلاً الناس بتتبقى مثلاً البروفيل بينهم باتبعهات معينة ولمشعرف ايه ولكن عندهم حتة أكسس تانية مثلاً سرش مثلاً جداً في السرش بقى نسعة حيثة ممكن أقسمها أقول مثلاً أنا ممكن أحط مثلاً سيكوال دي تابيز مثلاً فيها الحاجات اللي هي الترانس اكشنال دي وجزء بتاع السرش مثلاً نجيب لاستيك سرش ولا اوكن سرش وأنا مش عارف إيه وأحطه هنا ونعمل بقى إيه بايبلاين وبقى بين الاتنين ونهيص ونعمل حتى بقى إيه فالأكسس باترن داني داني سماحية حتة معينة بحسن ده بيسكيل حلوه مع السرش ده لا ده موش كله فالسرش بقى نزوله صعب فمحتاج إيه تركز في الحتة المنظر الحتة بقى اللي هي الستيتلس الموضوع بيبقى فيها إيه مرح شوية يعني إنك إنت مثلاً شغال كوبرناتس ولا شغال حتى إي سي تو إنستنسز على إي دابيو إس ولا حتى شغال بأي حاجة غالباً ممكن تعمل ديناميك سكيلين وبالتصع متوفر ؛ ويمissez بدأت عميك سكيلن ممتوفر ؛ ممتوفر ؛ أ resultado إذن أحرك يج 108 عدد بشكل تاني مكشوية فعندي يلاقي بكتير ممكن أعمله في الحاجات عن الحاجات فيه بقى لو أنت عندك ميسجينج وانا مشاهدت إيه لها سكة تانية والكلام ده بس قد نحتاج كل سكيل بروبلم بيبقى ليها مشكلتها يعني محتاج أنت تفهمها والأهم كمان أنك محتاج تبقى عندك وسيحة تست الكلام ده يعني متعودش تبني الكلام ده في الفويد يعني لو هو نظام أنا شايفي الكلام ده على الورق فأنا بنيت السيستم وقاعد نستاني الجمهور بقى ما ينفعش لازم عندك تعمله بشكل منتظم تقدر أخصلاً سينوريات حاجة بالمنظر ده لأكيدة ما تضمنش أعرف ده أنا عملت كل الكلام ده وجيت أول ما الناس دخلت مثلاً اللوت بانانسر بتاعها هو لطاق يعني كل حاجات كده يعني يعني إيه اللي هيضرب فأنت محتاج تبقى عندك وسيلة أنك أنت تفهم اللي بيقصة إيه الأجزاء العارفة فيه لعبة كده كنت محبا لعبها على التليكون اللي هي بتعطيبني بريتج وبعد كده عربية تعدي فول بريتج وحتى حمارة كده رحبت مكسورة والعربية وقاعد فأنت محتاج بقى ترن البرفورمانس تيست بتاعك وبروفيل بقى الديتا وبروفيل السيستم وتشوف الحتات اللي بتحمر فيه يعني أنك عندك ترجيت وانت بحاجة تشو برد عندك ترجيت فيه أنت أصدق أن أي قرار بنال على أرقام أنا ما أتحركش كده أنه مثلا دخلت عملت ريسيرش على النات وقالوا لي استخدم فأي جماعة أنا هنستخدم كذا بذلك كل ما الديسيرجن كان غالي غالي بمعنى أنك إنت لو جبته غلط هتدفع كتير عشان تصلحه فتحطت في وقت في الجزء ده يعني أنا مثلا هختار قاعدة البيانات معينة مثلا علشان أسمع أنها حلوة مع جميع ما فيش مشكلة أسمع زي ما تحب وجربها من جميع من نواحي مختلفة أه ممكن أتجربها وتطلع فعلا كما يقولوا الـ performance ممتاز بس الـ operational cost بتاعها عالية لا تحتاج الناس تبقى فهمها لا تحتاج الـ babysitting كما يقولوا كده كل نهر الحد قاعد بص عليهم وتأكد أنهم مشغالين كويس ومشعارب مانيوال ومشعارب مانيوال فـ it's very expensive فتعرض أن الشباب بتطور الإساريلي اللي معاك بدوك inputs هل إحنا عندنا أصلا وسيلة من الـ database ومعهم رئيس معناها عنها قبل كده فإنسباننا expensive يمكن تكون عادة مش expensive بس إذا نسباننا احنا في الـ organization بدايتنا expensive لأنها معنا لناش حد بيفهم فيها ففي معايير كده بتبقى محتاج بتبقى متابعها وده بياخد وقت فعش كده لما تلاح حد بيستعجلك في حاجة زي كده تعرف أننا قد ما لها تخيش فأنت لو يعني تحطينا في مشكلة ما وسيحيزين اختار تكنولوجي معينة بتبدأ تعمل وتقارن ما بين المتاحة وتبدأ مثلا تعمل على كل واحدة فيهم وتشوف مين فيهم المناسبة أكتر للكيس بتعمل أو حتى مشكلتك لهم كلهم يعني عارف اللي هو نظام انت ممكن بلا ما دي برضو مهم انت بيعندك تارجت يعني أنا مثلا التارجت بتاعي لذي صحينا أنا أريد أن أساعد ألف ركوستفرس بار ساكن مثلا على السيستم بتاعي انا عملت وكان مثلا قلت هجرب مثلا عندي مثلا وكان عندي مش عارب حاجات تانية وبتالي جربت جربت أريف تجيلي التارجت كويس براح والدني وكان مش بتاعي أجرب بين كلهم خلاص يعني أنا برضو مش هفظة طائع عوني كله بتجرب بس على الأقل عرفت الاركتشور بتاعي في الجزئية دي تمام زي الفول ننقع لبعدي لأن في حاجة كي دي ممكن تحصل فعلى الأقل التارجت بتاعي إز فاين لأن في تكنولوج دائما في تكنولوج أحسن بس مش لازم أدور على الأحسن المناسب للي أنا بعمله دلوقتي والمعايير الأخرى بشكل ما مساتسفى مثلا أنت عندك ناس بتفهم في الحاجة بيعرف ويعمل لها باك بيعرف الحاجات الأهم اللي هو الحاجات اللي لو برضت خالص ممكن تضايق البيزمس تماما يعني فرحيت إن أنا عندي ستابيز مثلا بعرف وأطلع بها 100 ألف ريكوز بس لو ما عنديش حد بيفان فيها حصل البيانات بتاعت الناس راحت هتقفل يعني ففي معايير أخرى برضو لازم معينك عليها طيب المناقشات دي بتتم مع مين يعني اللي هي اللي تخص المعايير دي يعني حدق ذكرت أجزاء مختلفة أنت ما عندكش كل الأجوبة بتاعتها أنت بتروح لناس عشان تتناقش معاهم عشان تجيب الأجوبة دي ما انت بقى بيبز بقى فيه جزء كبير من الشغل أنا بتاعت الاركريدي بقى بزموها الليجروم بقى او مش الليجروم اكتر اللي هي الليجورك أنك أنت بتتحرك كتير بتسأل بتتكلم يعني تروح مثلا ايه أنا عندي خوف من حاجة معينة وعندي حاجة معينة بس اللي قدر يجاوبني على سؤال ده مثلا الناس بتقول لي صغير مثلا او حاجة تشوف يتكلم في افتح معهم الموضوع ويقول ايه في الحتة دي مالقيتش عجبنيش الكلام قوي طيب هل في حد في مشروع تاني في مكان الماني جو الشركة اشتغل بحاجة دي قبل كده اروح ادور على الناس دي واكتكلم معهم شوية يشوف ايه اللي حصل هل نفعت معاهم ونفعت معاهم ايه المشاكل حصل لهم هكذا حيث اخذ برضو ايه ابني الموضوع وبعارف مين اللي هم الاسبت بتاعت الحاجة زي دي اللي انا ممكن اسند عليهم يوما من موضوعي بذلك لو انا انت على حد فمحتاج تبقى عندك علاقات كويسة ودي برضو مهمة لانك اغلب شغرك بيبت كلام مع الناس فمحتاج انك تت تعمل الناس اللي هم الديفلوبرز وكده مش فاضين بقى هم الديفلوبرز ده عندهم حاجات كتير بيعملوها فمحتاج على الانك انت هتاخد منهم الجزئية دي طيب ممكن يكون يعني الـ 10,000 حاجة بتحصل يعني هل السرش بتاع الـ سيبقى فارق من من وإن غالبا اللي هينفعها يعني غالبا الفنكشن اللي فيها تحتاج حكاة ثانية خلص لان السرش هل الريبورتنج هينفع فيه ده ولا غالبا مش هينفع ده ولا ينفع ده فانت محتاج تقسم المشكلة الريبورتنج مثلا فمحتاج عندي الـ data analytics ومش عارف ايه فمحتاج حاجات ثانية خالص محتاج مثلا مش عارف spark وadoop ومش عارف ايه وحركات وعشان اعرف عندي data ضخمة وبحاول اطلع منها الريبورتنج على ايه ورننج مع حاجات تابلو خوار ثانية خالص اوكي ولا انا بعمل الان تابلو 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 حاول استخدم مثلا MySQL اذا اتأكد انا تابلو 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 اذا اعمل مثلا من تابلو عبارة عبارة تابلو محتاج مثلا تابلو ومش عارف ايه يعني او تابلو كاش انا مش هتفق او تابلو كتير الكاش بتاخد جزء كبير منها فمحتاج تبقى عارف انت ببصت بأني زاوية من هذا لان كل حاجة ممكن تبقى بتبديك مختلفة تماما على التانية طيب بتشتغل ازاي لو انت ما عندكش يعني في حاجات نقصة انت شايف ان في يعني ضمن بتاعك اللي انتم محددينه كاركتيك تيم في بعض الاسئلة مش متجاوبة او مش هتتجاوب او هو ما عمش اجابة لسه معاك ما فيش مشكلة متى في كذا اسلوب يعني في انك انت ممكن طيب احنا ايه اللي هو دبني هل اللي معانا ده يكفي ان احنا نطلع وان ولا ولا وان ودي حاجة نطلع بيها بحيث نفهم فيبقى ساعتها تبقى انها نطلع بسرعة اوكي احنا عايزين نطلع حاجة بسرعة وغاليا مش هتبقى الحاجة فساعتها مختلفة تماما انا بقى مش مهتم بكل الكلام ده انا محتاج بس ان اطلع بقى اسرع حاجة ممكنة فمش هاوت بقى بص في اسكيل عامل ازاي ومش عارف ايه ما انا اصلا معرفش انا ما عنديش اي حاجة يعني انا ممكن اطلع بكرة مالقيش حد اخالص ممكن اطلع بكرة لا مليون برقية دعم عايزين نسلم حاجة بي فالريسك في الناحيتين فانا بحاول لا خلص اشوف ايه اللي ممكن اطلع بيدي دلوقتي بحيث ان انا افهم والريسك برضو من دعم الحاجة اللي بتقول ماشي انا مع انتو مش بديني معلومات كفاية فما اقدرش قاوي ان انا اسم توماتش فبس هدفنا لو انتو هدفكو انا هنطلع في خلال مثلا شهرين او لشهر خلص ده الهدف اللي انا اقدر اضمانه نطلع في هذا الشكل اللي هيطلع بعد كده ده ممكن يعني نحل المشكل وقتها لكن ما قدرش اعمل كل حاجة يعني ففي الاخر لو انا هدفي ان انا بقى اكسبلور علشان اجيب بريكوارمنتس اكتر يبقى معاك للصبح نبني حاجة هدفها كده يعني نبني حاجة اكتر في مثلا في ال المشكل وقتها المتريكس علشان نفهم هم الناس اصلا الجزء ده في الفيتشور ست دي او حتى دي اكتر حاجة الناس عجبتها وكيفية جزء تاني لا تهم بقى فممكن حتى مش هزمنا بني ممكن اجيب لو مثلا ده ويب سايت ولا حاجة اجيب مثلا بيعمل الهيب مابس وبيعمل هذه الحاجات وركبه على نعمله واشوف اللي بيحصل وده برضو هيسرع على عيّة في نفسه حتى لو غالي دلوقتي بس هينجز معي بسرعة فممكن استقلال الاركتكت بيقى مختلف تماما يعني انت ساعات عارف الاركتكت بيلبس طقائية السلوشن الاركتكت عايزين نعمل ايه طلع بسرعة حاجة فساعتها الموضوع بيختلف تماما في سؤال انا بالنسبة لي معرفوش بيقول czy jewelry command attribute driven design for building a software architecture تنامياش pulling design موms طاو عندوété توضيح ايه ايه طيب نرجع لموضوعنا تاني ازاي بتحاول تبص من ناحيةоб g casino لان طبعا غالبا انت ايëج solution بتاخدو بدقى également العامل مهم جدا انت هتختار دا произош او لا 아닙نى ممكن معدي أحسن مثلا التابس في الدنيا والله أحسن سلوشنا هي خبينة حواريخ بس نتواف نكسبوا فيها فأنا استفدت إيه دلوقتي تمام وده مهم جدا وده برضو غالبا هتلاقي إنه هو إيه حسب ده من الحاجات التي برضو عايز تعرفها أب فرانت في الـ Non-Facture requirements بتاعتك بكلام ده لإحنا مثلا محتاجين نبقى very efficient في الفلوس بمعنى إنه ما ينفعش إنه إحنا مثلا عندنا بجت قليلة في الـ Running Budget وإلا هنبص على الموضوع ده بعدين يعني ده بغالي من الاختيار بيتحدد بدري قوي اللي هو بص ركز ده نتطلع بسرعة علشان احنا بنحاول نكاتش الماركت أو ده مثلا ده ستارت اوب مثلا فهما لو مليحقوش يخلصوا في خلال الوقت معين ومش هيخدوا الفند بتاعهم ومش عارف ايه فمتنشين الموضوع ده الوقت ولا احنا بنكلم في سيستم مودي موجود وبنحاول نكتمايزه علشان الـ Running Cost تعته عالية فهنا بنحاول نحل الـ Running Cost عدد من نقدر هل الـ Cost جاملين؟ هل يجب أن تكون عندك نفس الفكرة أنت لازم تبع عارف عندك وسيلة تقدر تشوف الـ Cost الفيوص المتدفعها ديه جاملين هل أنت مثلا الـ Hosting Data هو المشكلة؟ أم أنت عندك مثلا إلا بالإسبال مثلا جايلك فيها services معينة جيدة أنت كنت متخيل أنك هتتستخدمها بهذا الشكل مثلا أنت استخدمت مش عارف مثلا EKS كان غالي جدا من نسبالك ولا هتستخدمت مش عارف DynamoDB ولا حاجة أنت كنت متخيل أنها تطلع حاجة بس استخدامك له يطلع مكلف جدا فهنبتن بقى نركز نشوف إيه الأغلى وإيه اللي نحاول نصلحه ونحاول نشوف هل مثلا لو استخدمت هل أنا الكود بتاعي مثلا بيعها غرية فبيتكلف أكتر فممكن أكتر فايل وأكد من حتات معينة هل أنا عندي حاجات كتير مش مستخدمة يعني ممكن أكون أنا أنا مثلا استخدام افتكرت أن أنا هيبع عندي عدد كبير قوي من الحجم قوي من بيانات بس بعد ما رانيت مثلا شهر شهرين مكانتش زي ما أنا متخيل يعني أنا ممكن إلى يعني ممكن بدلا ما كان عندي مثلا حتوصل مثلا مية تيرابايت أنا بعد شهرين ما كملتش مية ميجا ولا مية جيجا طب ما شيل يبني ثلاثة ربع الكلام دا ما مش هحتاجه فابتدي أشوف الفلوس برايحة فين وإيه يعني الحاجات السهلة اللي ممكن أنا نبصر حاجات دي حاجات تعطوها حاجات سهلة اللي هو نظر واضحة بهالديتا واضحة الـ لو عملت الأكشن فلاني هسيب مثلا 10% حلو شيل دا مثلا أنا أنا كنت فاكر أنا هاجيلي ناس من أنحق العالم كله فا كنت مدبلوي في كل حتة ولا مدبلوي في أكثر من ريجن ولا مش عارف ايه ما حصلش أو حصل بس إليه القوي اللي هو نظر خلاص ممكن نلم مع بعض وخلاص يعني مش لازم بقى فيه واحد قاعد في الهند الواحد وداخل على ريجن واحد تاني قاعد مش عارف في توكيو جايلو ريجن الواحد وما تخطوهم على واحد يعني مشكلة ما يتأخر ريكوست بتاعه يعني فهلا فالحاجات دي تيجي بقى بس ده ينفع امتى لما يبقى قريدي عندك شوية بيانات بيحصل 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 فالفلوس دي مهمة برضا حاجات زي الديناميك سكيلين او الحاجات اللي حكنا عليها برضا زي عندك وعندك وكان ده ممكن ينفعك جدا لان اغلب اغلب بذات الانلين بيحصل في اماكن معينة بتلاقي ان فيه باترن معين للترافك مثل سكيل داون لو مافيش ترافك بالضبط فانت ممكن لو انت طول الوقت علشان البيك ترافك البيك ترافك مثلا بيحصل ساعتين في اليوم عندي 22 ساعة تانين مش محتاجده كل فانا ممكن خلي مثلا عدد الانستنس بتاعتي لما مافيش عندي فتلاعدد الانستنس بيتراك كده بيحصل فاناك لابسط على الجراف وكان فيه ممكن توفر الفراغات اللي تحصل ففيه وثائل كتير انك بريد تبص في كيف توقف الحاجات بتاعتك فبس طبعا كيس باي كيس تبقى عنك تبقى عنك تستخدمها كده فيه شركات بتبيع تاناليز مثلا الوثاج بتاعك مثلا على AWS ولا مش عارف يقول لك بقى يبريك داون بالضبط الفلوس اللي عليك قد ايه لو انت مش لو اللي تطلع عن AWS مش كفاية يعني ساعدك في حاجات زي كده فانت بتجوارد جزء انك تبقى عندك شوية الفلوس اللي رايحة فيني طيب انا حصلت معي معي الكيس جي يعني زي كده فقال احنا عايزين نعمل الكوست قال لي لولنا الكوست فانا اول ما جالي اللي هو ايه انت عايزين يعني انت قريدي عارفين الارقام فانت اللي هي الحاجات الميجور قريدي اتعملت بس انا مش عارف هو مستني ان احنا نقلل الكوست فا ايه ايه الفدرالوات ده انا حقالل الكوست بتاع نفسي هتأذن برضو خمس دقيقة فممكن ناخد سؤال ولا حاجة تمام خلاص اه خلينا ناخد سؤال اه بايمينت سيربس سيستم ديزاين لا ده الموضوع كبير ايه الحاجات اللي المفروض نراعيها في البيمنت سيربس واحنا زي ما قلنا في في البنكينج سيستم هو انت بشوف اولويتي السيستم ايه غالبا بتبقى السيكوريتي فانت بتحاول تركز ان السيستم بتاعك يبقى سيكور دي الاولوية اللي بتحرك بتاعك وطبعا بيبقى فيه التعامل مع البنوك وغيره فانت يعني غالبا ما بتقدرش تتحرك غير بعد معايير بتطراعه في الابليكيشن بتاعك زي ما البشماندس كان قال من شوية وغالبا ما بيبقاش فيه يعني مش بيبقى البرفورمانس هو العامل الاول وكمان ما فيش اللي هو اللي هو الـ CICD ما بيبقاش زي اللي هو فيه ما بيبقاش زي ما الابليكيشنز العادية اللي انت ممكن تعمل ريليز مش عارف اربعة ريليز في اليوم ولا كل اسبوع بتعمل ريليز لا بيبقى غالبا لازم تعدي الـ فانت ممكن يبقى الكود بتاعك ready بس لازم يعدي كل الـ المحطوطة ويعدي على كتير ومعايير زي والحاجات الخاصة بالداتا فانت ممكن تاخد قرار مثلا في الابليكيشن بتاع بتاعك انه هتخلي الداتا بتاعك اكتر من القانون بيسمح بيه ففيه حاجات كتير يعني مفيش حاجة بتميز غير الحاجات الخاصة بالامن بتاع الـ او السيكيورتي بتاع الـ 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 لو انت عندك اسئلة تانية ممكن تحطها بخصوصها وحاول نجاوب عليها او اسألها لبا شوان سميارجا آآ في سؤال تاني هو السؤال يعني ايه لا يعني انا يعني مش هقدر اجاوب عليه في صراح ما عنديش اجابة آآ يعني بخصوصه ممكن اسأل البشمندس لو لو هو عنده اجابة. اه هو بيسأل هنا بيقول انا سؤالي عن التخطيط بشكل عام وتحديد الاولويات ما هو غالبا انت لو شغال في في بايمنت في بايمنت سيستم انت هيبقى عندك كل الريكوارمنت والحاجات اللي هم عايزينها ويعني فيه قرارات هي اللي بيجي لك هو احنا عندنا الستاندرد دي انت لازم تتابع الريجوليشنز دي وفالكود بتاعك مش هتعمله ويطلع على طول لازم هيعدي على مراحل اه كتير. اه انت ممكن تكون بتتعامل مع 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 اعرفش بقى مع كور بانكينج سيستم مع اي اكسترنال سيستم فانت ممكن تبقى شايف كديفلوبر ان ايه ده دم عادي طم انا اتعامل معهم. لا هم ممكن يقول لك لا ده مش مسموح او اه لا ده انت لازم تعمل واحد اتنين تلاتة عشان تقدر تتعامل معاه. مسلا ممكن تحتاج تعمل زيرو اه زيرو تراست اللي هو مفيش حد يقدر يكلم اي سيرفز داخليا عندك من غير توكن حتى التعامل الانترنلي ما بين ما بين السيرفز وبعضها لو انت شغال ميترو سيرفز. حاجات كتير بتبقى اغلبها بتدور حول السيكوريتي وحماية الداتا. ده بيبقى لانه هو ايه الهاجس الاول يعني تخيل انت فاتح بنك وحصل مشكلة في السيكوريتي فبالسلامة البزنس كلهم. نشوف سؤال تاني. هامر كالعادة بيسأل اسئلة ايه بالزبط عايزة عامر عايز من انا ايه. اصدق ايه بخصوصهم يعني الوجه المكرن اللي انت عايز تكارنه ما بينهم ايه. ممكن توضح وأعرضه أخرى ما الذي ينسي أسف مرة أخرى يعني بما أنك تأخرت فأخذ السؤال دو من عمرو بيسأل السؤال دائما صعبة بيقول هو السؤال مش موضح يالجانب اللي هو بيقارن ما بينهم فيه يعني هو بيعرض الـ options D لو عندك أي أولا أنا أستخدم لشيء ولا أحد فيهم بس طبعا أنا سمعت عن جوجل سبانر طبعا بس أنا أستخدم لشيء قوي فأنا أستخدم ما حصل ليش يعني exposure لحاجة كده بس هو تاني هو نفس الفكرة أنت بتحاول تعمل إيه يعني هل أنت بتحاول تعمله ده أي واحدة من دول هتقدر تحققه لك وعش كده تارجيت أهم حاجة عندك بالنسبة لك أنك أنت عندك تارجيت معين أنا بحاول أعمله هل تارجيت 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 هل ده كونسيستنسي هل كليكشن أو دفران كومبيينيشن منهم وعملتش الإكسperiment بتاعتي والبرو تايبينج وكده وكتشفت أن أنا زي الفون أو أنا عندي إكسperiment فأنا عارف أنها تقدر تعمل كده وشتاج أعمل الإكسperimentيشن فخلاص يبقى go for it لكن لكن أنا شخصيا ما استخدمتش حاجات دي موما كوكروتش أنا أسمعت عنها كتير عبر كده وغير زر إكسperiment أنا أعمل أسمعتش عن يوكبايت فغالبا أنا أورده في هذا ده لكن كالعادة يعني زي ما بقول لك هو في الآخر كل التولز بالذات اللي هي بعلها فترة في السوق وكلام ده كلها كويسة بس دايماً بتفرق أنت بتعمل إيه يعني أنت ممكن بتخدم أحسن database أنت متخيلها بس الحظك العسر اللي أنت بتحاول تعمله ده بيهت الميتيشن معي أو مش هتبقى أحسن حاجة فيه أو حتى لو أحسن حاجة النناس اللي عندك ما تحبهيش متفر يعني فهتبقى محتاج برضو تبقى يعني considerate هو سؤال برا الموضوع بس هو أحد سأله وأنا ما عنديش إجابة أو عليه إزاي بتسكيور السنسير في داتا في الميموري في الميموري أو ميليوير أو ميليوير أو ميليوير أو ميليوير أو ميليوير هو بس هو ده حاسب أنت بتتكلم على إيه هل أنت بتتكلم في أن ده مثلا سيرفر فأنت مثلا ممكن عندك في الميموري فأنت مش عايز طبعا حاجة سيرفر بس هو مشكلة الحاجات فيها مهم يعني أنك يبقى عندك مفقق على الحاجات يعني ما فعلش حاجة ترن على السيرفر بتاعك من غير ما تبقى قد يعد مثلا بالسيرتفاكت بتاعتك طلع من عندك من الآخر يعني أو طلع من الوبرين سيطن فندور يعني لكن مش أي حد ما قد يرن أي حاجة على السيرفر لأنك أنت مش كلا مدام الحاجة راني على السيرفر بيقى صعب جدا أنك أنت تساكير من حاجة قريبية راني وقت او وقت خلاص يعني أغلب السيكوري تبقى بتيجي عنده نقطة معينة يقولك أنه عنده فيزيك على المشين وفيزيك الاكسس زي 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 تران حاجة على المشين ف إذا تتكلم مثلا لو تتكلم في مثلا The Client تتكلم فيه فأنت محتاج مبدئيا أنك يعني في كنا نعمل حاجة مثلا في Microsoft مثلا زمان كنا كان عندنا حاجة كده تران بسيستم سياري بسيستم بتران بسيستم أنت مش بتران من الجهاز بتاعدم كل يوم أنت عند الجهاز مخصوص كنا بساميه سيكير اككس وكريستيشن أو سيو ماشين دي معمولة علشان مخصوص لل إكس با وكانت جوه سيكير أكس وركستيشن هي أبارة عن هاست أو هاست جوه virtual machine دي هي التي تستخدمها جوه والماكنة نفسها المانيفاكتشورين بتاعها كان البايفلين بتاع المانيفاكتشورين كلها كلها فيتب يعني من أول ال الانديفاكتشورين السي بيو والبورد والواي فاي وكل الكلام ده ناس قعدت واختارت الحاجات دي وعارفة مين مصنعها ومعمولة ازاي ومترقبة وكل حاجة لغاية ما وصل لك اللي هزا في هو الموضوع كان عشان مش بس حتى يبقى على مستوى ان يكون مستوى غلط لأ ده كل حد حطت معينة الشيب دي بتاع المموري بتاعتي يعني فحسب أنت عايز تروح فين يعني هذا كان مستوى ما رأيته قبل ذلك لكن هناك شيئتان موضوع من لديك أنه عندما عندي مثلا برنة معينة جوة المكينة بتاعتي أو عندي ملتي فاكتر على السيروس قبل استخدامها أو كده اللي أنا بمانجه وليس صعب قوي حتى لو حد خد حتى لو المكينة جاءت كومبرمايز ما يمكن أنه ملوش أكسس لأ حاجة يعني فبتبقى حسب أنت بتعملي لكن مثلا بتران بتاع كلاود لو حد خد الأكاونت بتاعي هيخش بهدر الدنيا فبتبقى حويت قوي يعني حسب أنت بتعملي طيب نرجع لموضوعنا تاني حلقة قلت قبل الفصل أنا مثلا جالي وطلعت بال سيستم عشان نعمل MVP ما المعايير ولا أنا هسكيل ولا الكلام ده وجي عندي لود فجأة نحن خلاص يا جماعة يعني زي شات جي بيتي كده يا جماعة الموضوع بقى بومر الناس كلها بتدخل الملايين العالم بتدخل الأركتكتي تصرف يعمل إيه دلوقت وحتى حتى هتلاقي أغلب الحاجات اللي بتحصل هتلاقي ساعات بتقع يعني هو ما كانش بتخيل الحجم ده بيحصل أنه يضطر ينهار أحيانا ويريد ديزاين حاجات أو مثلا يكتشف أنه أنا محتاج أحط مثلا جيتوي معينة قدامي علشان أتأكد أن أنا بعمل حاجة معينة حيصليش مثلا دي دوسف النص عشان الناس شافيتي بوبيل وكامل يقعوني يفقو إلا واقع في لقيت مثلا فيه سيربس معينة هيا اللي كانت بري بوبيلر دلوقتي أنا ما عنديش وقت نارا ديزاين حاجات طب إيه اللي يخليها أسرع عند وقت زود ريبليكيز زود ريبليكيز أو بتخفف المشكلة دلوقتي تحاول تشوف حل مؤقت لحد ما تشوف حل نضيف بزرط يعني الحاجات غالبا اللي بينفخي أكتر من اللي هو قبر المشيين مدام اللي بيحصل ده نجاح وأنا عايزه يعني اللي بيحصل ده مش مسلا الناس بتحاول توقعني وخلاص حاجة ده ده اكشوال ترافيك زي مثلا نشات جي بي دي وطبري يعني إنهو الناس بوبيلر دلوقتي حالا أنا مش هقدر أرجع دلوقتي ري ديزاين سيستم هما هستنون شهرين مش همش هعمل وكده يعني طيب ادفع ارمي فلوس عنوش كده يعني اللي هو خلاص بدل ما كان باستغل مش تغل مثلا بما كان فيها مثلا 2CPU خليهم 18 وانتفر يعني اللي هو ارمي على قد ما تقدر الديتابيز كانت رانيج مثلا مش عارف ايه خليها اكتر زود مش عارف ايه بحيث انك انت دلوقتي بس تتمنج اللي بيحصل ده بتاعة البركت بتاعك وانت بقى عمل تشوف وتاناليج اللي بيحصل وتشوف ايه اللي محتاج تصلح يعني في الحالة دي انت بالعكس هتلافسك بتصلح الحاجات الصح انك شايف ايه بعينك الناس بتتضغط على ايه اجزة في السيستم بتعلم ازاي وده اللي انت هتكتركز عليه بدل ما انت بتحاول تدزاين كل حاجة بتحاول تعمل كل حاجة سكيلة بالمية طيب السؤال بعد كده المنترنس بتاع السيستم ازاي بتتأكد ان السيستم بتاعك بيكيب اوبديتد وابجريدد مثلا لكل اللي بيريز وكل الحاجات ان السيستم يبقى يعني لانه غالبا اي بيبقى بعد فترة بيبقى بيحصل مشاكل مع مرور الوقت انت محتاج السيستم بتاعك بيبقى يعني شغال من تند وده يعني ما قادرش اقولك قد ايه ساعات بتضيع في حاجات بالمانس مش بتضيع يعني بتستهلك في حاجات بالمانس يعني انا فاكر كان في مشروع اشتغلت عليه فترة كان الشركة كلها كان بتحاول تتعمل اللي بري واحدة اللي بتعمل بس عشان السيستم حجمه كان ضخم جدا وكل معتمد عليها وكل مطابعة ديما ده 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 مشكلة وكان فيها سيكيرتي برودم فما حتاكت تخلص منها بسرعة وفي نفس الوقت انت لما بتغير يعني بتغير حاجة قد كاتل الدنيا مختلف لدي حد زعق لك قصد زعق لك انت الوصول التي تبعث وليس بعيد لا أعرف أقرأ أصل التغير وكل مختلف ف ده تأخذ وقتك برضو حتى لو واحدة واحدة ويتحاول تحاول تحاول أولا لابد لديك وسيلة قبل كله تبقى عارف ما هي أصلا البراجات التي تبقى وغالبا تبقى تبقى مثلا انت لديك CICD أو CI على الأقل CI سيستم تبقى 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 وليس لا أعرف ما هي تبقى تبقى معينة مثلا على المقار مثلا المقار المقار أو أي المقار لتحاول أو أي شيء تبقى وليس فقط هناك موضوع على حيث أن حتى تبقى موضوع أنت تبقى أنت تبقى على موضوع فالتحاول ولكن أنت عندك NPM package عليها security concern فالتوال هذه موجودة فإذا محتاجت to get yourself or get your system hooked ده على الحاجة بالشيئات دي بحيث تبع على الأقل عارف ايه اللي outdated بحيث تبليم ودخلها بقى كمشاريع انت دلوقتي عندي ايه المهم دلوقتي إلا هل ده security problem محتاجة to address دلوقتي ولا دي مشكلة إنه بس قديمة فأنا هاخد لوقتها ولا دي حاجة عبيطة ممكن أي developer يعملها في المشروع بتاعه ويقضيط الفايل بتاعه وديني هتمشي فمحتاج برضو تبقى عارف انت بتتكلم في حاجة حجمها قد ايه بس دي ممكن بشتبقاش مشكلة architect قوي يعني هي في الآخر ممكن في كل حاجة ممكن تحصل حسب situation بس دي بتبقى غالبا يعني إيه حسب لو كانت عندك اللي هما الناس سوري اللي هو ال system بتاعك مثلا ده monolith system فالناس كلها بتcontribute مع بعض في نفس ال code base غالبا هتلاقي فيه مع الوقت بقى فيه عندك team ما بقيمتش حاجة ان هو بيتأكد من المردى بيبأل ده اصفا ان هو بموكي دي بلوي ايه فالناس غالبا دي هتجي من هما 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 هم الحاجة دي يعني لو حتي ريكم اللي جاتلهم برا هم ها هيدرايفوا الحة دي لان هما عشان عارفينه ده منفعارش واحد بس مهما ان كان هو مين developer واحد يتحدد كله على كل الناس دي محتاجات أخد وقت محتاجات تيجي من مكان اخر يعني لكن لو دي سيرفوس التي تتعملها غالبها هتلاقي الموضوع سهل انت هتنجزه يعني مش محتاج تفاصيل يعني تمام السؤال ده انا شايف انه كويس امتى افكر ان انا استخدم سيرفرلس وهل هو كويس ان انا استخدمه كبداية بما اني هدفع على قد الاستخدام وخلاص ما احطش نفسي في اي ابقى في السيرف سايد يعني سؤال ممتاز جدا و الان اما كان السؤال ده يعني بيخدم حتى على اللي هنقول لها من قبل كده يعني حتى في حاجات السيرفرلس وكلام ده من ضمن مميزات السيرفرلس الحاجات اللي هنقول عليها دي اللي هو اصلا عندي لايبري انا محتاجة من لها ابجريد انا معافش انها موجودة اصلا يعني ممكن اكون انا انا بكتب السيرفلس فعتي مش عارف ان لايبري دي اصلا موجودة بس هي للأسف موجودة عشان كانت جزء مثلا من من سبرينج فرينجورك ولا من جوه من الجزء مش عارف ايه بتستخدم فدلوقتي انا ايود خاص معاني محتاجة حاجة بعيدة عني قوي بس انا عشان باستخدم كله مع بعض مسؤول عنه كله لكن مثلا بعمل حاجة مثلا دي lambda function ولا مش عارف ايه انا كاتب حتة كود قد كبه الباقي كله مش بتاعي اصلا بستخدم version docker cam اي دون كير انا بستخدم مش عارف version ايه اي دون كير كل ده بنسباني مش بالنسبة فدي فلوس انا مش بدفعها او دي وقت انا مش بضايعها فدي حاجة من الهي اللي تبقى في السيرفرلس او في الحاجات في المنظر ده انت ما بتبقاش واخد بالك منها قوي كبنيفتس وبتبقى للأسف من الحاجات اللي صعبة قوي انك تقنع بها الناس عندك انك تقول لهم انتو فاك دي بتيجا غالبا لما يخبطوا في خطة زي انا كنت قلق عليه مثلا الشرك اللي بتحاول تأخذ للايبري واحدة بيتباني الحتة دي انه وفاكرين لما عادنا سنة نحاول تأخذ للايبري دي اي حاجة زي كده مش هنتخداجها اصلا او ان انا قعدت مثلا اوطيمايز الكوست بتاعي وعمل ديناميك سكيلينج ومش عارف ايه عشان اقل اقلت فاكرا مقدمنا عن الساين ويبري تحاول الان مش عارف ايه كل ده مش محتاجه كل ده انتباتي عندي السيرفر الليس هيبقى هحتاجه هدفع مش هحتاجه مش هدفع فده لي يعرف هتلاقي البنيفتس ممكن تقدر تقدر تعمل اللي هو كوست بنيفتس الحاجة زي كده المشكلة دي بقى انه هو غالبا بيبقى اغلى شوي اغلى دلوقتي يعني هندفع هندفع دلوقتي هيبقى اغلى فده يحتاج انك انت فكرة اللي هي الترم ومهادة اللي كنا نقول عليها ممكن بين اناليسة بتاعك وبين بيزد على الكيس اللي عندك تتشاف ان فيه اماكن معينة تستخدم فيها سيروليس يعني انا بنعمل حاجات بيزد على افنس اريديها مثلا انا بقى اطلوب مش عارف حاجه هنا فانالي بحتاجة على نشكلة بروسسسن وبعد كده احضر طفحة اخرى مش محتاجة ابني سيروليس كاملة وتاخد لها كام بوضد ولا مش عارف ايه عشان تقعد عمل الحاجاتين دول مرة كل كام ساعة او حتى البرسسن مش تخدم مموري كتير مش تخدم حاجة كتير هي بس محتاجة بس تتحرك حاجاتين اوكي سيروليس وانسا الموضوع انا بحس ان سيروليس هو مناسب للكيسس دي بس انا بحس ان انا مقدرش ابني ابليكيشن كامل عليه يعني لو انا عندي سيستم كبير مش هينفع ان انا الابليكيشن كله ايه على سيروليس انا بحس كده يعني الموضوع هيزدد تعقيدا مع الوقت معاك معاك الفكرة هي مع الوقت بتبقى شفت خالص انت اصلا مش بيبقى عندك فكرة ان انا السيستم كله حاجة واحدة اصلا فانا مش حبني كله في كام مثودي يعني هو بيبقى غالبا الموضوع بيتحول لان كل يوس كيس بتبقى ليها كيس معينة مثلا اليوس كيس دي ابي اي جاية من جيتوي بتاعتك جاية من بس هي اصلا اي بي اي دي كله هتاخده انها هتاخد اليوسر باعت شوية حاجات تحطها في كيو وتعدي وخلاص على كده انا مش بحتاجة ازود فانكشن اصلا في المورد بتاعش عامل الوضاع ده انا موكرا احطها في المورد بتاعش هتوضع نفس كيو اللي كنت راح حط فيها قبل كده فتلاقي نفسك انك انت بتفكر بطريقة مختلفة شوية حتى مش هكتب لها كود اصلا يعني في حاجات مش هكتب لها كود اصلا يعني في السيرفر ليست حتى تعمل جيتوي موصلة على جيتوي إنتيجريشنز على مثلا على طول مش بحاجة اصلا ففي حاجات كده ممكن تلاقي نفسك البرادايم بتاعك اختلف فيها انك انت بقيتش اصلا بتبصلها ككودينج انا بقيتش اصلا ما بقيتش مشروطة يعني حتى البرادات كما يكلمون فيها بقيتش هامل حتة دي مثلا هنزودها بس في الترافورم بتاع السيرفرس هنزود الحتة دي تعمل اللي احنا عايزين وخلاص وينسوها لكن ده لا يعني ان بش هيبقى عندك الابليكيشن الموجود اللي بيعمل بقى التفاصيل وبيزنس لوجيك ومش اعرف بيه بكلام ده هيبقى موجود بس في اجزاء ممكن تلاقي مع الوقت بقيتش بتخش فيه اصلا يعني بس في اجزاء مختلفة بس ده بس ده بقى ماتير تيم فاهم بقى انت يستخدم او انت مستخدمش ده بقى لهم فترة عندهم فكرة برضو اللي هي مطرهم ومهادة وكلام ده ده مدينوا وسيلة يعملون موضوع ده فيها ازاي فده فده المشكلة التانية اللي بتحصل موضوع السيرفرلس ده حبرا ما نقل منه ان احيانا بيبقى فيه تاني مثلا انت عندك جاي من الورجيزيشن بتاعتك ان احنا مش عايزين نقل اسمه اي ده يعني تاعتكد للسيربس معينة يعني احنا عايزين يبقى عندنا نقل مثلا من AWS لجي سي في لو حدنا أو نقل مش عايزين نبقى cloud native بهذا المعنى اللي هو انا الوقت يبقى معتمد تماما على دعم ده ولا معتمد تماما على المعينة اللي موجودة بها الكلاود دي بس مش موجودة بنفس الطريقة في حتا تاني او انا اصلا كروس يعني فيه ناس ببقى عندهم اصلا سيستهم دي حاجة اللي هات نادرة بس موجودة فساعتها بتلاقي استخدامك للسيرفرلس ممكن يبقى مختلف شوية انك انت مضاش ترن على سيرفرلس من النيتف اللي جاي على طول من الكلاود بتاعتك لأ محتاج مثلا تابستركت بحاجة انت مثلا عندك بلوجين حاجة الكوبرنيتس مثلا بترن عليها سيرفرلس هتلاقي الدنيا اختلفت شوية لكن فده اولك يعني هي كيس برضو تختلف يعني لكن ده واحد من التولز محتاجة تبقى تستخدم احيانا it's really good يعني اعتقد السؤال ده احنا جاوبناه هو مصطفى بيسأل بيقول ليه يعني هو معطرد ان احنا بيقول له هو ليه ما ينفعش انه يبني complex applications هو كمان ودي بتنفع اكتر في الحاجات هو حتى جاب مثلا وفيه step functions وحاجات دي كلها بتنفع جدا يعني لو انت عندك بالزات في الحاجات اللي فات بترن مثلا عندك مثلا عندك application database وفيه sources مثلا بيجيلك فيد معين فيده الاثنين دي ممكن تبقى step functions مثلا بترنب شكل معين بتروح تلود data من وتعمل المدى فنكشن كل ده تكتبوا ببساطة جوه جوه الانفرستوكشن مش غير ما تكتبني سيستم كامل لشيء وتبقى functional فل وبتدفع القد انت رحتك تعالى فدي حاجات ممكن تحصل مش لازم تبقى يعني محدود قوي بالوسيلة التقريدية لبناء بتاعك يعني ممكن تستخدم تمام كان قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ال cost optimization لو انا جات لي تاسك ان انا ك whatever يعني انا مثلا مسؤول عن تيم التيم ده مسؤول عن موديول او service معينة جوه السيستم وجات تاسك لكل الناس يا جماعة عايزين نقل ال operation cost بتاع الشغل بتاعك الشغل بتاعك وده مكلف عادينا شوية قللولنا شوية فايه اللي انا فكر فيه غير الصورة الكبيرة هم قريدي مثلا considerوا الجزء اللي هكذا كلمت فيه قبل كده على ال skill الصغير بقى معالف كل صغير اللي هو قلتك skill اللي هو skill service بتاعك شخصيا component معينة service معينة تيم مسؤول عن حتة معينة في ال system مكلفة في اجزاء ايه الاجزاء اللي انا ممكن ابص عليها يعني انا التسكن ما جات لي في الاول طب ايه يعني ابص على ايه عشان ابدأ اطلع ارقام او حاجة اقول لهم طيب احنا عندنا ده بيستغرم كذا وده مكلف فهنقلله مثلا ايه الحاجات اللي انت ممكن تبص عليها لو انت مبدأين ده يكون عندك طريقة تبريك بها تبريك داون الكاست بها ما انت مش هتبع عارفة هتقلل بناء على ايه يعني ما هتكتب بس هم هم يدوكي وسيط طلع ريبورت مثلا يقولك انت في حلال الشهر اللي فات استخدمت services الفورانية ودي كلفتك كذا 1000 دولار ولا دي كلفتك كم انا مش عارف كم ودي كلفتك كم ودي كلفتك على الاقل عارف احنا فين فين الفلوس راح فين اطلاق انا ممكن اضيع وقت كثير عن ما لحاول اوكتوميز الكود هو اصلا الكود كله على بعضه بيرنم ماتيش فلوس اصلا الكوست بتاعه ضعيف جدا اصلا فمش عايز ضيع وقت في حاجة كذا فلازم يكون عندي وسيلة انا اشوف اين المهم ممكن اكتشف ان انا يعني عندي مثلا ثلاثة اربعة services هما ثلاثة اربعة وكل حاجة بس هما تكنيك ممكن بواحدة انا بالضبط انا كنت سأولك انا مهم على بعض نمينا ثلاثة لفنا بواحدة اتفضل السيربيس دي انا مش عايزها اقتلها وكذا كده لازم يكون فيه هدو احنا بحاول نعمله وعش كده بقولك في الحالة دي احنا احنا ممكن نكون احنا او احنا كان عندنا او افر امبشوس في الاول فاحنا احنا اقولنا جايز دي حتا دي احتاج تسكيل لوحدها فخللنا نتقامها لوحدها فترة وكذلك انها لا بتسكيل ولا عايز تسكيل ولا او امراها هتسكيل فخلاص لنمها على اخطائها لانك دي وناخد الريشروس بتاعتها ونريكليمت او على الاقل ان خلاص نريليس دي يعني فده ممكن ده عادي بيحصل ممكن تكتشف ان فيه حاجة بدلا ما استخدم اصلا انا بنيها ممكن اريلاع على حاجة تانية اولي دي موجودة انا مثلا بزاد في الشركة اكبر شوية لتسي انك انت عندك كمبوننت بتعمل حاجة بس فيكم بتانية بتانية من شبهها قوي طب احنا ايه اللي ممكن نغيره عندي حيث انت تستخدم اللي هناك دي بدلا من بتاعتنا فان نبتد نكونسلودي بشكل مختلف شوية غير ان هم بيعملوا 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 لا هي مثلا دي بتعمل اتربر ببليش مثلا بتديها مثلا شوية ديتة تببليش مثلا هتعملها مش عارف اي حاجة اي حاجة انت عندك واحدة قد بتعمل بها على قد ما تقدر كده بس انت ما كنتش عارف اي حاجة نستخدم اللي هناك دي وان دي بريكيت اللي عندنا ده فممكن تلاقي كده ايه ارياز ممكن تبص عليها او فوكس ممكن تبص عليها ودي الحاجات اللي بتحصل غالبا في الارجانسيشن الكبيرة لان بيبقى حصل حاجات مثلا ايه انت عندك الشركة زي اللي في المكان انت انت روح تأكوارد شركة تانية فغالبا فيه دوبليكيشن غالبا حصل مجرد عملت الارجانسيشن لان هم برضو احتاجوا نفس الحاجات اللي انت احتاجتها فيهم الايام بس طبعا انت مش بركز دلوقتي او انت مش فاضي دلوقتي بتيامل حاجات تانية ففضل الموضوع ده فترة طويلة وبعد كده لما جات حصل فاجئة ما فيش فلوس كفاية او خايفين او كده طب تعالين رجع بان بص في التفاترنا القديمة الدوبليكيشن تعال انشيله بقى انشعال ليدوب هنا نشعال لماذا عندنا توثنتيكيشن سيربس وبنها بهم كلما مره واحدة هنا ماذا عندنا ليه مش عارف لولوجو اوه لما عندنا مش عارف نظر في الممكن كلمة ابني التلوق بدوني قص كل الدوبليكيشن ذا بستقال ال الكاست فده بيحصل هلو جدا ألفي زكي ألفي طيب آآ طيب تمام. في سؤال من يوسف بيسأل إيه اللي ايه الـ ممكن ترفض أنك تستخدم مايكروسيرفيس أو يعني تختار، إمتا نختارها وإمتا لا ما هو بص هو في الأكيرة نحن نحاول في الحل تانية المشكلة ايه؟ يعني هو الهدف ان انا اعمل ميكرو سيربس وخلاص ولا هندي يكون انا المشكلة بحوال حلها اكتر مشكلة تستخدم ميكرو سيربس انك انت اريد عندك منت ناجح لدرجة انه حجمه كبر جدا وناس كثيرة جدا شغال عليه وابتدى يعمل فريكشن انا مثلا ايكمير سيربس كله او ايكمير سيستم كل الناس بتكترويه في رفس الكود دايز بس مع الوقت انه فيه تيم مثلا شغال على السيرشن تيم شغال على التيمنت تيم شغال على الوردر ففيلمنت تيم شغال على الليستنج تيم مش عالا ايه بس كلهم يكتبون نفس الشيء مع الوقت التيمز الكبير دي هو عايز فريدم او عايز يعني يقدر يتريد اسرع المونوت دا مثلا بيريليز مرة كل اسبوعين ولا مرة كل شهر هو عايز يطلع اسرع من كده بس هو محكوم بسرعة المونوت فهو عايز اطلقه يعني هو اديله مساحته فساعتها ممكن اقول ايه ماشي الواضح ان فيه واحد هنا متوتر او تيم هنا متوتر احنا ممكن نخرجه من الليلة دي حياتنا مشتاز نكسر السيستم كله انتو نعملك ايه شان تخرجوا انتو من الموضوع ده ممكن اجزاء ايه من هم اجزاء جديدة مثلا اخد اجزاء من الموجودة قبل كده وان بحيث ان هم يقدروا يبقى اندبند فمشتازن معنا نحاول ان انا اكسر كل حاجة النهاردة لا تعمل هذا فبس هوا الهدف هنا المشكلة اللي كنت بحاول لها هي مشكلة اجيلتي ان انا تيمز مش قادرة تكسكيوت بالبوتنشل بتاعها تاميان لانها عدم محدودة عامل كده زي ايه سايبين الشقة كلها بعدي في قضا واحدة فلا انا ممكن اجيب لهم قوة اخرى علشان يعيشوا كويس يعني لكن لو ما عنديش مشكلة اصلا احنا كننا تارة اربعة مفار في الشركة ليه نعمل خمسة ستة سيربس او عشرين سيربس احنا كننا اصلا مع بعض في نفس القوضة فعلا حرفيا يعني طب ليه؟ فساعتها لان المشكلة اللي بتديك فيه اوبرهيد فيه اوبرهيد كبير اوبرهيد في كل اتجاهات يعني اوبرهيد من ناحية الكومينيكيشن انك انت الوقت يبقى بدا ماك حاجة تبقى فونكشن كول بقى تنتورك كول يعني حاجات انت كنت متخيل انها ممكن تفيل بقيت بتفيل عندك حاجات مثلا اوبرهيد في الديبلويمت عندك دخلوم جديدة تماما دلوقتي حاجة جديدة خلال الديبلويمت محتاجة بقى تقوم بروسس وطبع لو انت اول مرة تبقى عندك حاجة تانية بعيدة عن المرة انت مش عارف حاجة الديبلويمت ازاي فانا ما عندكش طيب مهد للموضوع ده ممكن تكون مع الوقت بقيت مكتوب بلغة تانية خالص طب انا كنت عندي الناس كلها عشان تعمل مثلا بيها كومون تاسكس جوا الشركة عندي فالناس دي بقيت لوحدها كده طب طب ده كل ما عمل حاجة زيادة الناس دي لوحدها مش عارفين ياخدوا البنفت اللي كومون كود ده بيقدمها طب يا جماعة طب حتى ممكن تتقول انت ماشي خلاص احنا حتى نعمل ماركو سوربسس بس هنبقى على على قل رانيج مثلا على جي بي ام او رانيج على دوت نت او رانيج على حاجة ما تجيش انت في النص وتجيب لي جو مثلا احنا شغالين جهازة طب انا مش عارفة ساعدك يا ابن يا اما انت تستنى لبقى احنا عندنا ناس بتفهم في الحاجات دي بحيث ان تقدر تدينك الحاجات اللي هي الكومون دي عليك اكتر من اللغة ففكرة برضو الطرق المهدة انك انت لما بتخد لوحدك طريقه تنشي في كده ممكن تلافذك مع الوقت انت عمل تخسر كتير قوي لانك انت مش قادر تاخد من الكومون فيه بتاعت الناس فانت ممكن تضطر ترفض حاجة او حتى تققل انت ساعت فقاش تقرر في ايدك بس في هذا الوقت ممكن يعني يعني تشجعهم او مش تشجعهم تقول لهم ما ينفعش بتعملو ده لان من طول الوقت هتتخييرشوا بالمنظر ده لان في حاجات كذا وكذا 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 محتاجي تاخد بالك منها انت لو عاد لو رحت الواحدك في هذا الاتجاه بحاجة تبني ده كل الواحدك اكبر بكتير من حاجة انت بتحاول تعمله يعني فتستنى شوية او تاخد بقى الفيدباك ده وتبترجع انت كالاركتكشور تيم تبتدي بقى تبني الحاجات الناقصة ده بحيث الناس تبتر تعمل ده في مستقبلي في سؤال انترفيوهات شوية احمد هاشم بيسألولك بيقول لك what is the most common mistake i should avoid from your opinion as an architect اقول لك هو هو مش مستيك بس هو يعني عارف انك انت ما تتكلمش كتير مع الناس يعني انك انت ما تبنيش علاقات كويسة مع الناس ده حاجة مهم جدا بانك انت في اغلى الوقت في الاركتكشور رول انت ما عندكش سلطة يعني انت خليبك انك انت مش مدير الناس دي او مش انت الـ product manager بتاعهم فلازم يبقى فيه مع الوقت حالة من الثقة والود يعني ان الناس عايزة تشتغل معك بحيث انك انت لما تديهم اقراحات او اختيارات يبقوا فعلا حاسين ان ده احتمال كبير يبقى مفيد بالنسبة لنا وهم عندهم كامل الحرين هم يتجاهلوها تماما يعني خليبك ان ايضا برضو بلازم متوقع ان ده ممكن يحصل لانك انت برضو هم مسؤولين على الـ release بتاعتهم يعني هم مسؤولين على الـ delivery انت ممكن في الـ role بتاعك مقاش مسؤول على الـ delivery بتاع هذه الـ feature دلوقتي فهو برضو غزما عنه ممكن يبقى يوصل محاضرة بس عشان فيه ود ما بينكم ممكن يقولك انا مش هقدر عمل دلوقتي وانت هتبقى متقبل ده منه مية في المية وعارفه وبتحاول تساعده ازاي مع الوقت يجي يرجع تاني للطريق المهد اللي انت عامله بس متفهم جدا انه بيعمل دلوقتي فالحاجة دي ما بتجيش غير لو عندك حكم الـ communication مع الناس انت مش directive بعمله لو لازم تعمل كذا او عندما ينفعش كذا مع الوقت هتجاهلوك اصلا لازم تكسب ثقاتهم لازم تكسب ثقاتهم ولازم تبقى جزء وعندك empathy معيهم انت يعني متفهم جدا الظروف اللي هم فيها وعلى شان هاته هم يحسوا بالألفة معاك فيقدروا ان هم يعني يشاركوك المشاكل الأكبر يعني ساعات انت لو نوضح فورما القوي اللي هو نظر ما انا جايين النهاردة هنقدم الدزاين بتاعنا للـ architecture group وعشان ناخد الـ approval عشان نروح هناك مش عارف ايه مش هقلوك حاجة هقلوك ان انت عايز تسمعه يعني هم هيتدوب كل الإجابات النموذجية اللي طلع من كتاب الوزارة اللي هتطلع به في الاخر مش علاقة من الحصر بس او عشان عايز ياخد الختمة بتاعك ويمشي فانت مش عايز تبقى ايه يعني انا فيه كيس بمناسبة للكلام ده كنت اشتغلت مع حد برضو كان الـ head of architect هو كان جايه مثلا احنا بنتناقش في المشاكل اللي احنا هم يعني الجزء اللي هيطلع في خلال الفترة الجاية في الكوارتر الجاي فهو جايه اللي احنا عندنا مشكلة واحد اتنين تلاتة ومن غير ده احنا مش طلعين ايو احنا استفدنا ايو احنا عارفين هتحل معنا بالضبط هتاخد فاس معنا وتدخل ضحات ولا لا يا جماعة اهو جايه عد المشاكل عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة احنا من غير دول مش هنقدر نطلع خلاص مش هنطلع بالضبط احنا مش خلاص مش طلعين بالضبط وده اللي بيحصل يعني هو في الاخر انت محتاج ان كنت تبقى حاسس بالناس دي ان هي مش قد تلعب هم عندهم مشكلة بيحاولوا يحلوها فإما تبقى فعلا بتسعيدهم عليها ما تبقىش كعقبة اخرى يعني حاول تسعيدهم بالضبط طيب عشان ما اخرش عليك ده اخر سؤال بس اللي بيسأل عن ال CQRS ما يجي يعمل ديزاين عشان يسيبرات الريدز عن الرايتز ساقوم بإبعادة الريدز كماذا نتعلم بإبعادة الريدز باقي بإبعادة الريدز ليتلك الريدز أو هكذا أنا فهم. أنا بسأل للعايزة أفهم وهو بقول لك هو بيكمل تحته إنه يعني تحديدا الترانسوبرتاشن بروسس ها هو دور على بيئت السؤال أنا أريد فهم بروسس أنا أريد فهم بروسس الترانسوبرتاشن بروسس بتاعت إيه؟ مثلاً لو أنت بستخدم مثلاً لو تبقى ده اللي أنت أصدق عليه جزء ده يعني ولا بتصنع عن أي جزء كون يكون أصدق جزء بتاع السنك مثلاً لو أن الريدس بتيجي لحد ما تسمع الجارانتيز بتاعتك ازاي تتأكد منها؟ هي دي مشكلة الحاجات دي إنها بتبقى صعبة جداً يعني أنت بتتكلف مشكلة غالباً مشكلة صعبة إنها هي فإما أنت تكون فعلاً محتاجة يعني أنا معتقدش إنها فأشتغلت في أي استثناء محتاج كان محتاج كان فيه أحيان بتبقى محتاجة توجه الريدس في اتجاه معين بس عندك وعندك حاجات تانية غالباً بازلت تاخد بالها من الموضوع ده أو أنت تبقى حاجة مثلاً تيونابول مثلاً 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 في كسندرا مثلاً بتقدر تتون مثلاً أنت عايز الكنسستنسي يعملت زي وبتاع لكن لكن تبقى الابليكيشن لير نفسها هي اللي بتتوجه الحاجة باشي موضوع بيبقى معقد شوية موضوع بيبقى موضوع بيبقى المشكلة التي تتكالف في نتورك دائماً هيبقى عندك دائماً هيبقى عندك في موضوع بيبقى هو اللي تقدر تعمله أنك يبقى عندك دائماً على الجاب يعني من لحظة أن الريدس حصلت عندما تستطيع التسمع في المكان اللي حصل فيه محتاج تبقى منتور الجزء ده بحيث أنه لو الويندو دي وسعت بشكل أنها أكبر من موضوع بها أو أكبر من بتاعتك يبقى فيه حد هياخد بيانه الموضوع ده فيه بلزن ويسلز هتحصل فيه حد هيجيت نوتيفايد لأنه ممكن الكتير بيحصل أنه هو في حتى في كيوت بشكل معين بزيادة مش عارف البروستور اللي بيقرأ من الكيو مش ملاحق فمحتاج تسكيل الجزء ده تبقى منتور الحد اللي هو الجزء بلزن أنك بحتاج تتست السيستمز بتاعتك في خلال يعني أنا فاكرا كان فيه كيس قبل كده حصلت معينا كانت كنا بنحاول كان عندنا مثل ثيوري أنه ممكن تكون مشكلة جاية من أن الويندو دي ويسع بزيادة فبقت ممكن يحصل عندك بس كنا نحاول يعني هذه الثيوري على الورق كده قلنا أنها ممكن تنفع اشتغلنا بقى مع الاتباس و الناس عشان نعمل الانفيرومنت نقدر نسيميليت فيها الكيس دي أننا فعلا نفضل نفضل ما بين لغاية ما فعلا الحاجة حصلت لغاية ما المشكلة ظهرت فعلا فالحاجات دي بتبقى عقدة جدا لأنها بتبقى مشكلة أنك انت ممكن تحصل لك مشاكل أنت تخيلها يعني الحاجة اللي ممكن تحصل دي وتبقى غالباً آخر حاجة تتطرف بالك المشكلة جيدة من هنا فعشان كده مدام انت عارف ان الجزء ده وغالباً السنكراليزاشن بيبقى صعبة قولاً كده تضمنه يعني اه ممكن تقاول تقلل على القد ما تقدر وتعمل كل ما تقدر عليه بس دايماً هي فيه احتمال كبير أو احتمال ما أن معارف ميرفي يسلق إن شيء يستخدم فيه إن البناء غالباً ستكون لديه نقطة لسبب معين ستكون أكبر من انت متخيل فلا تكتبقى تستبقى أيضاً أو عندك تستكيس أو تستجس موجودة بحيث تقدر تستخدم فيها هذه الحالات تقدر تتعامل مع دوا الموضوع هي لديه مشاكل أكبر بكتير لديك مثلاً معتك مثلاً عندك الناس باية بتتضيع حاجاتهم من حد تاني وبتاعه فالموضوع صعب شوية فأنا يعني هو النصيحة انك انت بتتأكد انك محتاج ده الأول أصلاً قبل أي حاجة ولو انت فعلاً محتاجه وده الحل الوحيد قدامك بحاول تلقي طريقة تتعرف تتعرف الكلام ده وعلى أساس بقى المنتر بتاعك ده تبطيق تشوف إيه اللي بيكونتروبيوت لأن الويندو دي تزيد أو تقل وده اللي بتريد تتركز فيه بس هو مش هتبقى فيه بحل ساحري يعني تمام حد محمد جنيدي بيسأل إزاي امبروفي الPerformance for the collection of users monthly subscription for millions of users take hours even with many concurrent services working in parallel how to improve a performance of collecting the users monthly subscriptions for millions of users takes hours even with many concurrent services working in parallel ما هو ليه takes hours يعني هو أي جزء اللي بياخده في الوقت يعني ما هو تعرف لما عندك حاجة المنظر ده تيني يعني أنت محتاج تبقى عارف بالزبط كل جزء في هذه البايبلاين بياخده وقت قد إيه يعني مثلا هل أنا هل المشكلة عندي أن أنا لما بقى مثلا لتسيين أنا عندي batch process مثلا بتقرأ مثلا مجموعة كل شهرة مثلا أو في الوقت المعين ده بتدور على مين من المشكلة اللي محتاجين يعمل لهم بلينج جديد وبعدين بتاخد الحاجات دي بتبقى فيه step بعديها بتاخد كل مثلا مجموعة من المشكلة دول تروح تشوفهم استخدموا ايه وتبتدي تحسب بشكل معين فكل مرحلة مرحلة بتاخد قد إيه وليه بتاخد الوقت ده وهل فيه وسائل إنه optimize الجزء ده هل الconcurrency نفع ولا لأ ساعت ممكن تشرفني الconcurrency أصلا مش لأن فيه بوتل نك هناك في حتة تانية بتخلي الconcurrency بلوكد بلوكد او انت في عندك حتة سيريلايزد جدا يعني ممكن تبقى عمل انت عملت والبك تيجي عند نقطة الناس كلها جاءت بقى توقفة توقفة مش حاجة فمحتاج تبقى فاهم المشكلة تاني هي مشكلة واضحة انها مهمة وواضحة انها كبيرة بس محتاجة انك كانت عشان ترفتح لها لازم تبقى فاهم المشكلة فين أصلا يعني وقفة في اي حتة فتاني هو اي حاجة فعلا خد الperformance المبدأ العامي يمكنك تبقى يمكنك تبقى كل نقطة تحسبها بالزبط ويقدي ايه منك وعلى اساس تفيد تشوف الاماكن التي تطلبها الوقت تصديق الوقت تصديق طيب زكا انار يسأل عن الbest practices لو انت بتعمل يجب يعني عموما بتعمل لوت test يعني هو عموماً بغير بيست براكسيز معظم الناس بتبعيزة تعرف أصلاً هذا سؤال مهم جداً وهو يعرف بحسب كذا حلالي مثلاً لو أنت موجود عندك أنت موجود عندك بقاله فترة فأنت عندك حاجة حلوة جداً هذه مهمة مهمة أنك أنت عندك موجودة 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 أنت شايفه بيحصل أي بالزبط يعني أنت تشاهده موجودة موجودة وعندك موجودة 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 تشاهده موجودة موجودة وتأخذها تريبلي على موجودة 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 أنت تعرف بالزبط ما هي الـ APIs التي تتنادح أو ما هي الـ parameters التي تتبعت ما هي الشكل التي تتبعت وعندك مثلاً موجودة 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 بشكل ما وعندك تستهارنس تديله موجودة 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 طبعاً هناك تفاصيل كثير مثلاً لا تريد موجودة 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 ففيه جزء يحصل في هذا الجزء لكي تجعل هذا الموضوع ينفع لكن لم تكن قد عملت كل هذا؟ وعندك وسيلة أن تأخذ موجودة 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 بشكل ما ترتبهم أو ليس ترتبهم بشكل ما ترتبهم مثلاً 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 30 أو 40 APIs يتناده أو موجودة موجودة يأتي على السيستم مثلاً هناك 3 أو 4 منهم 40 من موجودة موجودة الباقي مثلاً فالـ موجودة موجودة هو الذي يقولك هذه الحقيقة فكرة تأخذ هذا وكتبع تحديث في موجودة 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 الباقي وبعد تحديث موجودة موجودة مختلفة يعني أنت تحاول تعمل أصلاً هناك بعض الموجودة معينة وأحاول أن تدور عليها ويبقى أن تتريد تتكلم الصحيدة مع دعوام مع دعوام مثلاً انت لديك موجودة 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 أو مجموعة فتحريد بحيث انت تأخذ هذه الإدفاع بعد فترة وتأخذها تتبع هذه الإدفاع هذا البروفايلر الفرميشن مثلا في طول بقى وتبقى أنت تصنم إيه فيقول لك الهوت باث اللي في الكود كانت فين مثلا بيعمل سامبلين يشوف أنت وقف فين في كل فترة فيقول لك مثلا أنت عندك الميثد ذي مثلا بيرتبهم لك بقى بحسب الأبطأ للأسرع و هكذا دي مثلا خدت من هناك وقت طويل فتجي تبص مثلا تتلاقي أنك أنت هناك بتعمل نتور كول بزيادة من روش لازمة أو بتعمل كوريز تقيلة شوية أو بتعمل مش عارف مستخدم تستخدم غلط حاجات كده فتبديد تشوف إيه تارجت معلوم كده تصلح فتصلحها وتعيد تستاني وتشوف هل فيقنات موضوع تحسن ولا أنت ممكن يكون عندك ميموري ليك مثلا في حتة معينة فمع الوقت السيستم بيباطئ جدا لأن الجاردوش كوليكتور بيكيك إن مثلا فبحتاج أن هو كل شيء عشان الميموري عملها تضيع يخش يحاول ينظف الدنيا فالدنيا توقف فتلاقي الميموري بتزيد مثلا بشكل معاين فتدور على الميموري كده وتصلحه كل هذا البروفيلا بيشاعدك فيه مثلا عندك تارجت بتاع البيتسل بتاعك أنا كنت عايز تسكيل أنت عايز تتأكد أنك أنا النهارده مثلا بسطورت مثلا خمس ميتر كس بر ساكن بس أنا عندي مثلا كامبين أو عندي بروجيكت حيضاعف الموضوع ده فأنا عايزة أخد نفس الترافل بتاعي دلوقتي ده وأضربه في اثنين أو أضربه في أربعة مثلا لو أنا عايزة عندي بيكس ممكن تحصل واجرب أشوف إيه هل السيستم بتاعي استحمل ده ولا ما استحملش ولو ما استحملش ما استحملش ليه؟ الأجزاء اللي محتاج مثلا أن أنا أسكيلت أب إلا أجزاء اللي أنا محتاجة مثلا أزود مكان هنا أعلي التير بتاع المكان دي إيه مش عارف إيه لحد ما أوصل لنقطة معينة وجرب كهازة البروفيلا بيكس ممكن لنبدأ سيموليت حجم المنظر ده أو أنا بيجي لي مثلا أنا عندي الترافل بتاعي موسمي موسمي مثلا أنا مثلا في رمضان الناس بتيجي أكتر وأنا داخل على رمضان دلوقتي مثلا أنا بستعد بالترافل على رمضان أنا مثلا ببيع جروسوريز مثلا فأنا حشوف أنا لو أنا كان يعد لها رمضان قبل كده فأنا عارف شكله إيه؟ لو ما عديش أليه قبل كده فأنا مطاقة ممكن يحصل إيه فممكن ومثلا أنا عادةً بيجي لي مثلا يجي لي 500 كسبر ساكن هجرب مثلا أربعة تلاف أوكي وأشوف بحيث أنها على الأقل عدى الموسم على خير خلاص ما لقيت الموضوع باز مني أبتدي يعني إيه أتست على حاجة أعلى وهكذا فهي حاسب تاني يعني فيه ألف معيار مختلف ممكن تتست عليه لأن فيه أحيانا برضو حتى شكل الترافك نفس ممكن يغير الترافك بتاعتك يعني أنت ممكن تكون عندك الترافك بتاعك سكيوت بشكل معين إن فينا معين معينة من الكاستمرز أو أماكن معينة بتيجي أكتر فتلاقي مثلا أنت عندك كاشز فالكاشز بتاعتك بيجي هدية بتاعت الناس دي أكتر فكل شواء يجي لك حد من مكان تاني ده على حظه بقى السيء مفيش مكان ليه في الكاشز كل مرة يجي كريكوست بتاع الجزء ده ياخد أسوأ معاملة فتبتدي تحاول تنماشي ممكن نزبط حاجة نعمل حاجة ففي تفاصيل فأنت محتاج تتعرف إيه الهدف بتاعك أنت ممكن تقعد تعمل performance optimization وتستنج للأبد فالتالي تتعرف أنت بتحاول تحقق إيه يعني؟ وهو كان تكملة للسؤال هو بيقول أنت بتتعرف هو ما أعتقد مش أصده على لا تست ممكن performance testing للأبي آيز مثلا في سي آي لو هي بتخدت وقت زيادة عن الطبيعي مثلا ولا دي أوفر يعني؟ هو هو performance testing في الجزء من السي آي أنا ما شفتش استراحة قبل كده قوي لأنه يبقى صعب لأن performance testing محتاج تبقى system deployed وياخد وقت يعني أنت ممكن تبقى عايز ترن test مثلا ياخد مثلا 6 ساعات أو اختار مثلا ساعة حتى بس محتاجت بشكل معين لترافق معين فطبعا مش كل test مش كل build هعدي عليها ده لكن لو إن لتسينك عايزت تعمل حاجة بالمنظر يعني كجزء بشكل دوري فممكن مثلا تعملها قبل كل لتسينك طوال الوقت بتاعملوا build مش عارف إيه بقى كده في build هاي اللي هتبقى الجولدن بقى اللي طلع على production أو اللي خلاص عادت على أغلب function tests وكلام ده فدي ممكن تخدها تعمل لها test لوحدها لأن المشكلة كمان نخلي بالك إن كنت مش عايز تضيع وقت performance testing وإنت بتلاقي functional problems فرعايز تأكد أنك بتعمل performance testing بعد وكل functional problems متعدد كل bugs بقى كل الحاجات الكلام ده كل ده صلحناه لأن performance testing غالي فما ينفعش تضيعه فإن كل ما جاء يرن performance test وبقى جهزت الدنيا مش عارف إيه يلاقي عندي bug كل code بيضرب ما يفعش فأنا أستأكد أن أنا على الألحال كل مشاكل ده قبل ما بكي يكلف في محمد صلاح بيسأل سؤال على لو تقريباً لهو شغال على legacy project وعاوز يضيف تستات عشان يقدر يعمل refactoring ويحسن في السيستم يعني فهو بيقول لنبدأ بالإنتجريشن test أو الفونكشنل بص هو أنا عارفاً لحد ما نفهم قصده إيه يعني في الوقت مثلاً كود بيزل أنت فيها سيئة جداً ليس صعب قوي فأنت مش صعب قوي أنك أنت تفش تقوم بتعمل موكينج ومش عارف الدنيا أصلاً صعب قوي عشان تعمل تيست كويسة فإنك أنت تستخدم حاجة مثلاً إنتجريشن test أو تيست إنتجريشن test إنتجريشن test إنتجريشن test إلى حد ما كبداية ده كويس أنا شايف أنت كويس قوي لو أنت هدفك أنك ناوي ترفاكتو حتة معينة فأنت ممكن تعمل تريد test بناءً على الـ API بتاعتك اللي هي المفروض حتى لو أنا أعمل الفاكتور من الصبح غيرباً اللي قاعدة مش هتتتغير يعني دي المفروض عشان back-up compatibility والكلام ده فنحن نكتب test case بتاعتي أو هتتخدم production data أو حاجة عشان أعمل وكتب harness ورنه على الـ system بحيث أن أتأكد أنه شغال أغير بقى اللي أغيره عم مش عارف إيه أغير رن تاني أداني شغال إذا أنا متخدم فقطة الشغال هتقدر شغال وده يريد ديني الـ safety net إن أنا ممكن أخش بقى ممكن أدكب الحتة وعمل حاجة وزود هنا شوية انترفيس مثلا هنا عشان عارف أعمل موكينج الحتة دي أزود مش عارف إيه وطول ما أنا بقدر أشغال وبيطلع وكل حاجة ده يديني الثقة إن أنا أقدر إيه أزود حاجات فده محترم يعني في شيء مشكلة طيب أنا ألا أسئلة كتير أنا مش عايزة أطول ألا أنا ما عنديش معينة هوس يعني هي كانت جات فترة بس أنا أسف يعني الأسف هي جات كان مكالمة أربعة دجوم بس أنا فاضي يعني لو أنت عايزين تدخل أسئلة طيب مدام ما عندكش مشكلة فدي فرصة سعيدة لنا فإيه الفرق بقى ده سؤال ده كان ممكن يبقى في الأول الفرق ما بين الـ solution architect هو تاني هو solution architect أغلب الوقت بيبقى بيشتغل على systems already deployed بمعنى إيه؟ أنا بحاول أعمل مشكلة يعني عندي مشكلة مشكلة إنتجريشن مثلا أو مشكلة أن أنا مثلا عندي بديبلويد أنا مثلا لسي أن أشتريت system من شركة معينة وش system من شركة ثانية مثلا أنا بعمل بعمل مثلا publishing service أو publishing company مثلا بيعملوا social media على مش عارف بيكتبوا مقالات وبلوجين ومش عارف إيه وهم عايزين يقدروا عندهم operation معينة جوا الشركة بشكل معينة هو سنبقى فيه ناس بتكتب الـ editors وما سنبقى يعملوا حاجة أو الـ writers بعملوا حاجة وكذا فيه editors بيراجعوا وعراهم وكذا فيه مش عارف ناس بتـ publish البيانات دي فعنده process معينة وعنده وعنده ممكن حاجات custom هما كتبينها وفيه حاجات هما شاريينها وشاريين cms system مثلا انه شاريين مش عارفين فسلوشن architect ممكن يساعدهم من هما ايه زي تركيبوا حديهم مع بعض يعني ان هو انا جايب system من الشركة وجايب system من الشركة وعايزهم يربطهم مع بعض فممكن فيه حاجة جاهزة بس فيه حاجات مش جاهزة فممكن نبلي هاته هنا تركيب دول مع بعض السلوشن غالي شوائد فيه البديل لي طيب البديل لي ده ينفع هنا بس عنده مشاكل في هذا فبيتكلم معه وده اللي نفهمه ممكن ان حد تاني يكون بشكل مختلف بس هذا اللي نفهمه انه هو في الوقت انت بتبني السلوشن نفسه بنائا على سلوشن موجودة دي اغلب المشكلة بتاعتك الاجزاء اللي انت بتبنيها من الاول بممكن اجزاء صغيرة هدفها اكتر الانتجريشن لكن اللي هو السلوشن architect بشكل بالمعنى العام اللي هو موجود في اي شركة بيبقى بيبقى جزء من هذه السلوشن بيبنيها يعني بيبني مثلا الرجل الشركة اللي شغلت دي فيها اركيتشور تيم عشان يبني السلوشن اللي هو اللي هو اللي هو بيشتغل مش عارف ايه بس السلوشن نفسه هو اللي فيه ناس جوا بتحاول تبنيه بشأكل كويس لكن السلوشن architect هتلاقي بتبص على السلوشن بتاعك من يعني هو بيستخدمه كقطعة البناء في حاجة اكبر في حل اكبر بيستخدمه فمشعرف انا وصلت لفكرة بس يعني ده مفهومي عن النقطة دي جايز يكون في حد عنده مفهوم مختلف شوية بس ده الفهمي انا للنقطة دي يعني اللي انا فهمته انه هو بيبقى في جزء ولو احنا بنتعامل مع يعني عبارة عن مختلفة مختلفة وبنتعامل مع فمحتاجين ايه نقوم الليلة دي ان هي تبقى شغالة كلها مع بعضها بس في الكيس يعني يعني انت ممكن تكون مسلا انت الشركة بتاع انت ممكن تكون انت الشركة بس انت بيعمل بس انت بيعمل بس انت بس ده بس انت بتدبولي بس ده عند اغلب عند مختلفين مسلا انتج هنا مش عارف شركة كذا هنا فكل الشركة من دول ليه حالة خاصة يعني شركة كبيرة بشكل معين عندها حاجات موجودة على الأرض بيستهدموها النهاردة فالسيستم بتاعكي زي هفتمع الناس دي فالسلور الاركاتيكت هنا هيبقى يقعد اقولك ماشي احنا عندنا الفيتشور الكولونية ممكن نركبها على اه بيحللهم مشاكلهم يعني اه بيركبوا بخليه ينفع يبقى افشنت في المكان ده عند الكاستمر ده لكن غالبا الحال ممكن يبقى كده يبقى فيه عنده حلول يعني لحد ما زي مع الوقت طلعها وممكن تبقى بابلشت بقى وحاجتين الشركات تاني ممكن تستخدمها كحلول يستخدمها لكن هو كان بيحاول يحل مشكلة الناس دي بالعين في معين لكن الاركاتيكت بتاع الحاجة التانية دي ممكن يبقى شايف انه كل الكيس دي وبيحاول يبني حاجة تنفع على الناس دي كلها بشكل ما وفي الناس دي بالعين وكلام ده بحيث انه ينفع يركب عليه واحد من دول لكن كل واحد من ناحية تانية من الناحية تانية بياخد بقى الاجزاء دي ركبها فرح عنده مش عارب بلا بسلتها تاني انا بالنسبة لي لا ارخافا ولكنتوا Canadian ممكن تضيفه سؤال المايكروفرنت لا اعرف شايف انا لسه محتاس ممكن جدا احساس ا manglt كبير في الم thyme لان الا �وام بل هاته دي انا مفهمش فيه. طيب في حد بيسأل على كيس معينة انا ماليش في الكريبتو بس ممكن باش منزل يشوف فيه لكل مركزي وعشان مستخدم بيعمل ترانزاكشن مثلا. ده كان خاص بسؤال الميموري يعني وطريبا بيوضح بسؤال الميموري اللي فاته. ما انا عايزها انت بتكلم على انا انا ناحية هل انت بتكلم من ناحية الكاستمر ولا من ناحيتك انت بتعمل كريبتو. اه. لان الفكرة ان في الاخر انت كده او كده بيش معايك اساسا. يعني بتاع الكاستمر ده. يعني انت بقى بتعمل بسلا. الناس بتديكي البيتو في عيضها وانت بتعمل بتعمل مشكلة اخرى فانا محتاجها افهم شوية الجزء ده يعني بتعمل بالزبط يعني. بس طيب ده ده سؤال عام. ازاي بقى بتمنج وقتك بين اللي شغل والمذاكرة او انك تتابع يعني اللي بيحصل. والله بص هو الموضوع ده الايام دي بالزبط بقى يعني صعب. يعني الاول واحد كان بيقعد يقول لنا بعمل كذا وبيركز وبذكر حاجات فرانية. دلوقتي انا يعني انا بقى مرضي قوي لو في خلال السنة اريد كتاب واحد. يعني امرضي قوي يعني كتاب تكنيكا يعني. يعني زمان كل واحد بيقعد اكتر من كده. دلوقتي بقى صعب. يعني انا بيمكن السنة اللي فاتت بيتانا ما اردتش كتاب على بعضه. بيتبقى اقرأ اجزاء كده. انا تخطيف. بقى عمل حاجة مثلا ليه علاقة ومش بيستكسرش. اروح اقرأي في حتة. مش عادة. بقى مش عادة. لكن لكن كتاب من الجلد للجلد دي اصلاح حصلتش السنة دي للاسف. كي بتحصل اكتر عبر كده. فده ده دي علاقة بقى بوقتك واللي بيحصل فيه يعني. اللي ممكن اللي بيختلف شوية بالباتة ان بقيت حتى كان راح تكيبر شوية يعني. فبقى الفان بتاعك ما بقاش يعني بقاش بالنسبة لي على بقاش فزيكالي قوي يعني بقاش برعب كورة زي ما كنت برعب زماني. هل بقى خايف عليك على مفاصله لي وين دول. فبقى بوطات الجو هنا مش مساعد مش مساعدة وين. فبقيت بقى آخر يوم ما لقيك ساعتين فضيين عودة العفيفة مع حد ولا حاجة واتغلب لساعتين وروح يعني. لكن ما مفيش قوي تصراحة من التفاصيل كثيرة. فبقى على العيلة بقى وكده دي حاجات تانية ده الوقت يعني. فبقى مقداش اقول لك ان الروتين اليومي ينفع معاك دلوقتي يعني. الروتين اليومي ده تبقى واحد داخل على الاربعين. فممكن غير يتيل. ينفعنا. فغير روتينك اليومي لو انت لسه تبتدي يعني. طيب اللي ممكن لو في اختصار انا عارف ان الموضوع ده طويل انا قريدي عملت مثلا يعني كان نصف ساعة سامح ده بس كان بيتكلم في الحتة دي. الرحلة من الديفلوبر او الميد ليفل او السينيور او واتيفر انه قرر عايزه بأركيتيكت. ما هو بس هو في الاخر هو انت كده او كده في اي مرحلة من رحلة بتعمل سورة في اركيتيكتشة. يعني عارف اللي هو يعني انت ياما بتبقى في مرحلة انت اوير بالاركيتيكتشة انت فيه. يعني انت مش بالزبط بتقدر تغير فيه بالشكل كدير او بس انت عارف ايه اللي بيحصل حاليك. او انك انت بتبني انت في جزء في سب كمبوننت معانا كده فانت بتاركيتيكت الجزء يعني بيفت في بيجر بيكتش. لان كلنا في الاخر بنفت في حاجة يعني يعني انت مثلا بتمني سيستم ضخم جدا بس انت بتفت جوه كلاود لها اركيتيكتشة بداعها وكلاود دي بتفت جوه نتورك رهيبة من النتورك انت في العالم. ففي الاخر انت كل واحد بيبقى لها اركيتيكتشة على مستوى معين. في اجزاء بتبقى يعني انت بحتاج تتعلم وتشتغل بايدك كتير وتخش في مشاكل مختلفة وبدنس مختلفة ومش عارفين فبتبقى ايه تغلط كتير مثلا ما بتجرب حاجة وتغلط ما تتتعلم او حتى مش تغلط حصل مشكلة وقاعدت بقى تانالايز مشكلة ازاي وتعرف بتتتعلم حاجة كتير فيه جزء يعني مش اكاديمي بس اللي هو جزء نظري انك تقرأ كتب او تقرأ وتخد كورسات ومش عارف ايه فيه كتب كويسة مشورة في الاركيتيكتشة على تغت سامح اكيد منهم مكبعها ليس بلايه يعني متأكد ان هو اكيد اتكلم عن كتب مثل مارتن فاولر بتاع انترفيز اركيتيكتشة حاجة طب مشكور جدا فيه طبعا كتب مثل بتاع الهوو بلدن ديتا انتنسف افليكيشنز حاجة كتب ده يعني تبقى مرجع يعني ففيه كتب 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 دلوقتي يعني الحد كبير سواء انت عايز باركيتيكتشة بس هتحطك على الطريق يعني وفيه كتب يعني في الاركيتيكتشة ومعضمان في الاركيتيكتشة انت عايز تتعمك في المايكرو سيرفز ستلاقي كتبك في المايكرو سيرفز عايز تتكلم في الدزاين دي 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 مثلا وكلمة هتلاقي فيه كتب في الدزاين فمسل ما هتك تقرى كتير في يعني يعني مش عايز تطول اخذ كان في كتب في سؤالتين كنت هتحطت وده السؤال ما هو كان بيس على الكوب كان نفس الموضوع فانا قلت ظهره بالضبط وفي كده انا كلمنا فيه قبل كده من كم يوم او من كم أسبوع كده كانوا كلمين جوريس وكانوا بتكلم على الهو بيتا بلاتفوم انجنيرينج او ديتا انجنيرينج ده برضو موضوع مهم جدا لان بيبقى عندك الاغلب السيستمز بيبقى فيها نوعين من البيانات في نوع اللي هو الانلاين ديتا اللي هي الديتا بتاعتك بتاعت اللي هي الانلاين ترانساكشنز اللي انت بيحجي لريكوست بروساس حاجة بسايف حاجة في ديتا بيز بروساس دي الديتا اللي بيستخدمها طول الوقت وفي عندي الديتا او اللي هي الديتا اللي بتحصل behind the scenes اللي هو مثلا انا باناليز ترافيك باترنز مثلا او مثلا عندي كلاينتز بتبعتلي ريكوست طول الوقت وانا باخد الديتا دي احطها بقسلا اجرجيت فيها وطلع منها بيانات ومش عارف ودخلها مع feeds دانيا بحادة تانية عشان طلع انسايت او عمل ماشين ليرنج او عمل مش عارف او عمل مش عارف او عمل مش عارف او تكنولوجيز تانية خالص تاك سوعة تانية سبارك ولا مش عارف ايه فده ده جزء جزء مهم وانا خدش ان في اي سيستم بحاجة معين مش هيحتاج حاجة زي كده يعني ان شاء الله تكون بتبيع شربات عند نقطة معين هيستك تعرب الناس بتشتير او عمل شربات انت بقى هل بيجيبوا حد يعني دومين سبسيفك حد هو ايده في الليلة يعني الاركتكت بتاع الماشين ليرنج غير الاركتكت بتاع الباك اند هو هو طبعا دي مشكلة مختلفة يعني انت ممكن تبقى بنسبالك وانت بتعمل السيستم مثلا لتسانك انت بتعمل اي كوميرس وعندك جزئية مثلا بتريكميند للناس بيزدع على الريدنج هابتس بتاعتهم حاجة تانية فانت ازبادك ممكن تبقى ده سيبرت سيستم اللي ناس شغالة فيه متخصصين بقى في الحوار بتاع ماشين ليرنج وكلام ده بس بيحتاجوا منك حاجات يعني هو بيحتاج منك ديتا فيد معين مثلا بيحتاج منك اللي هو البرسونالزيزيشن ديتا مين اللي جاي ده يعني انه دار الريكمينداشن لحد معين مين بقى الحد ده علشان قدر نطلع لك الريكمينداشن بيزدع على الفيد اللي انت بعته قبل كده عملنا عليه تريلنج ومشاهله يستخدمك الى حد كبير شبه بلاك بوكس يعني بس انت بتفت في جزء من السيستم بتاعك هم بقى ليهم دارهم بقى كان ماشين ليرنج بالذات كان ممكن يبقى مختلف بشكل كبير حتى في الوبراشن بتاعته يعني هتلاقي في مثلا ناس متخصصة في الاوبس او في الـSRE بتاع الماشين ليرنج لانه هم بيستخدموا حتى هاردول مختلف احيانا انت مشكلتك مثلا الـ CPU هو عنده مشكلة GPU مثلا هو عنده مشكلة في الديتا اللي بيقرنش فيها طول الوقت او الـ actual RAM اللي بيستخدمها عنده عنده معايير مختلفة شوية في الـ hardware بتاعه مش بيعمل load balancing مثلا مش مشكلته خالصة load balancing هو عنده data balancing وعنده مشكلة اكبر في حاجات تانية فهو بيختلف يعني هم اه هو طبعا بيستخدم hardware هتلاقي الناس اللي متخصصة فيه مختلف عن الناس اللي متخصصة في الحاجات بتاعتي انا كان سؤالي ان فيه ناس متخصصة فيه يعني اه طبعا انا كاركتكت مش محتاج ان انا اعرف وجيل knowledge في الحتة دي عشان الناس هتيجي تطلب مني ان انا design system ليهم اه لا يعني ما اعتقدش ان انا لو جي حد اقالي عايزة اهتمني recommendation system من الجزء بتاع scientific partner بتاعه الجزء بتاع الماشين لانك هقول له اه ليش رائع فكرة يعني احنا دي اتنين نروح مدور احد يسلفنا يعني مفيش خالص يعني فلا انا فكل واحد لي طبعا اكيد هتلاقي حالات خاصة فيه ناس عارفة الموضوع ده اشتغلوا فيه فترة فعندهم فكرة انا شخصيا ما اشتغلتش حاجة كده فما عنديش فكرة تمام اه هو كان فيه حد كمل بقيت على سؤاله اللي هو بخاص بالبلوكشين عشان فلو شوف يعني التعقيب بتاعه اه الابليكيشن اللي هو على الجهاز المستخدم هو الابليكيشن مركزي يعني مرهوش سيربر متصل مباشرة بالبلوكشين ما انا ما انا عايز افهم هو دلوقتي يعني انت بتحاول هو بص هو في في يعني في اغلب الاغلب الانجوز بيبقى فيها حاجة سبورت حاجات بيسموه سيكريت سترينجز احيانا يعني اعتقد حتى في الجواب خليل خلص كده سريعا كيف يسمي سيكريت سترينجز لأنها بعض التفاصلات والانجوز في معلومات حتى نحن لم تجد فيجد الموضوع لكن في الاجتماعي احيانا انك انت بيبقى عندك ويمكنك إعرفت أكثر من أجل، مثل أن تقرأ بسوار أو أنك تقرأ بسوار أو أنكك أشياء وسيتضع في مسترنج في أكثر عاديا وخاصة، ويتضع في شيء آخر يعني بشكل أشياء آخر فهذه الفكرة لفكرة مسترنج أنك هدفها هو أنه لو حصل ضمب في المموري أو لو حصل شخص يقرأ بشكل معينه، يبقى أصعب من أنه يقرأ كما هو رو سترنج في المموري لكن هي موجودة والناس يستخدمها في شيء كثير حتى يستخدم الناس على استخدامها عشان لو حصل بي مستيكن حصل ميموري دمب في حتة وما يحصلش كومبروميز للحاجات المهمة زي البرائبت كيز وكذا فدي موجودة ممكن أنا صراحة يعني ممكن أدور لك على الريشوستس فيها وحاول أحطها لكن إن شايف سكان دالة ينفعك في حالة تحتك التحديدة أو لا بس أنت لو خايف من أن يحصل كومبروميز أو جهاز يكون فيه مالوير والمالوير يأكسس الميموري والميموري دي يكون في حاجة يعني مفهول ما يقرههاش فده ممكن يكون واحد من الحلول بس يعني هم يحتاجين نقرأ فيها أنا بالنسبة لي أعتقد الأسئلة في حد سأل سؤال في الآخر بس سؤال كبير جدا فإحنا ممكن نقرأ في باية الحلقة سأل 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 سؤال خاص بالسكر تاريب تكريب فل ذكو تعليم هل سؤال بحاجة toreبس قرأت من تخبير هكذا إنه ممتاز تتشيط تكنولوجيا وكلام ذلك حاجات شبه كده فياريت لهو عنده معلومات كويسة تفيد في حاجة كده تمام أنا بشكرك جدا بشمهندس أعتقد إحنا خدنا معظم الأسئلة مفيش أسئلة تانية على الأقل في الحتة اللي ظهروا لي دو في حد بقى يعني من ناحيتك فيه كومنتس أو حاجة أنا بشاهدة بشو كل كومنتس أنا بشوف في حد بيسأل بخصوص الجزء اللي أنت قلته أنك تحسن علاقتك بالناس عشان يعني يتبلد تراست معاهم لا هو بيحصل حتى لو أنت ريموت يعني أنا أشغال ريموت يعني أنا في نفس الوقت في أغلب الأماكن اشتغال فيها بشتغال ريموت ريموت يعني أن التيم مش كله هنا التيم في مدينة ثانية هو أمريكا بس مدينة ثانية لو مساحة البنية وغيرهم زي المساحة من مصر السعودية يعني كانت في حتة ثانية يعني هو بيحصل وممكن تبقى برضو في صم يعني شوية ود موجودين يعني مع الناس حتى لو بعيدة لو أحتاجت أنك أنت كل فترة هم إيجوا أنت تروح لهم وده متاح يا ريت بحيث برضو أن ما تشوف الناس فيس طو فيس بي مرضو معطاة أسهل لكن زي ما أقول لك يعني الأفضل أنك أنت تبقى فتح قناة تتصلتوا الوقت حتى لو مراش عقب الشغل يعني لو أنت قاعدين في ميديك مثلا و ترغب مثلا في حاجة و جاءت فرصة أنك تعملوا يعني سمول توك في حاجة ثانية تجعلوا ركور مع الناس يعني أو ركور مع الناس تجعلوا ركور مع الناس يعني لو أنت عارف هذا فعرف وعرف هو مشتغل بقى له قد إيه وعارف وكانت شغل فيه قبل كده وولده بخش مدرسة يعني يعني عارف اللي هو تحاول تبقى مدرسة معهم وبيه سنسير يعني لو أنت جنواني بتحاول تتعرف على الناس يعني مش الهدف يعني لأنه أيضا يتشم الموضوع ده بسهولة يعني أنت بتشم هوا لما تلاقي أنه في حد بيحاول كده يدحلاب مش عايز تبقى حلاب انت عايز تبقى مدرسة في الناس يعني وده اللي بيخليك تبقى معهم يعني لو أنت فعلا سنسير أو أنت فعلا عندك يعني بتحاول فعلا تتعرف الناس حتى متفاهيم جدا لو عندهم مشكلة أنك إنت عارفهم بشكل شخصي يعني طيب هو صلاح كان بيسأل عن لو أنت عندك كومبليكس نيدز ما هو دي بقى حاجات داي يعني حسب كومبليكس كومبليكس يعني بس أنت ممكن يعني حاجات زي كان الكلمة فيها مثلا دون درام الدوزاين وكلام دا وقارد فيها شوية ممكن يدفعك ديك أفكار مش عايز تبقى حزافيره بس ممكن ديك أفكار يعني أشرف بيسأل الفرق بين تحديات السوفتوير أركتكت في من 2000 يعني اللي هو في خلال العشر سنين اللي فات وإيه اللي زاد وإيه اللي مع التكنولوجيا دي طبعا باتنز أو حتنش باتنز الرياليتي نفسها اختلفت يعني ما قبل الكلاود ما غير ما بعد الكلاود يعني في شكل سوفتو أركتكتشير والمتحليك وش المتحليك يعني أول كان الناس أغلب الشغل أنت بساً بتحصت كل حاجة بنفسك إلى حد كبير فاشكرا كان الناس بتحاول على قد ما تقدر نتقلل النتورك هوبز مغير سبب لأن بعد ذي معناها أن أنا حعودة تنية واجيشتري واشتري مش عارف إيه المال ما كانتش بالسهولة دي ما كانتش بالسهولة دي ما كانتش بالسهولة دي ما منحك عندك سلايدر بيتمشي من يزود عدد المستنسز الدنيا ما كانتش بها خالص يعني فهو فكرة أنكتت تعمل ديناميك سكيالينج وكلم ده كان يعني خالي العلمي الستستي يعني ما كانتش بالسهولة دي فده طبعا كان في مشاكل كدير أصلا في اللانجوجز نفسها يعني الانجوجز بتفرق عن بعض بشكل واسع قوي يعني دلوقتي أغلب الانجوجز الممتازة فصراحة يعني أغلب الانجوجز بقت ممتازة جدا عن زمان يعني محتاج تكون فعلا في الليفل عالي جدا من على السهولة عشان تفهم تلقي مشاكل أول كان ممكن يعني أي حاجة معدية ممكن تطلع عن مشكلة رهيبة في الانجوجز فالحاجات دي برضو الانجوجز ما كانتش كتير يعني كان حتى الابريسيستمز كانت مش بالتقدم ليه في دلوقتي يعني الانجوجز في 2010 غير الانجوجز في 2023 يعني فكان بلاقي فيه حاجات كتير دوكر والحاجات دي كل ده اختيارات ما كانتش موجودة قبل كده بتيح حاجات كتير السيكوريتي في الفترة دي كانت غير السيكوريتي الأيام دي فإن كان دوتي ما عندك اختصار بطيئة يمكن الوقت اللي بقت المشكلة بقت أعرب للي بيسموها الاسماء دي مشكلة انه عندك اختصار كتير اه هي الانجوجز اللي هو الانجوجز اللي هي مشكلة انك انت عندك اختصار كتير جدا فممكن تضعي قطة كتير جدا بتحاول تختار أحسن حاجة ده بيضعي وقت بالهابل يعني انا عاوز اخد احسن أفر عاوز اخد احسن حاجة فيهم عندي عشر تلاف نقاطية بيز فانعايز اخشوف احسن واحد ينفع دلوقتي ده لا يعمل فانت محتاج تساعد توقف عند النقطة حققت الهدف داعي ولا لأ حد دقت خلاص موفورد فكل حاجة لها تحديات المرحلة يعني ده سؤال عام برضو بخصوص ان احنا هنقاط في البيت يعني والله يعني انا عايز اعطه داعي يعني الواحد زيهي صراحة بس يعني بس يعني يعني أهوان هنسنا لسه بدري قابل الواحد يعني أي حد هيقولك معلومة ده وقت هيبقى على انتوها يعني هي اللي قدر اقوله انك انت لو عايز ما تتعاملش مع الموضوع على انه ثاد تتعامل مع الموضوع على انه فعلا موجود الكلام بقى يعني ما اقولك من الآخر يعني عارب كلام بتوع تنمية بشرية بس كمالآخر يعني يعني فعلا هي انت في مرحلة جديدة عامل زي ايه زي الناس مثلا لما كان لما ظهر الايو اس مثلا والأب ستور في الاول كان بالنسبة لهم ليه عام روح اعمل على الويب سايت اشغال على كل حاجة ليه مش عادة ايه مع الوقت اكشوني كانت انك انت تعمل والناس كسبت فلوس كتير والناس عمل بيزنس زي الفل وكلام ده فهو خدها من المبدأ ده انك انت عندك دلوقتي انك انت زي ما نسموها يعني حاجة لسه بكر تماما مفيش اي حد قرب من المراحل دي لسه افكار كلها جديدة خد وقتك وجرب وتعلم وضبس يعني هتلاقي حاجة جديدة بتطلب انا عن نفسي برضو اللي هو ايه بحاول يعني في الحلقات اللي جاية ان احنا نتكلم مع الناس شغالة في المجال ده بحيث الناس تعرف عموما يبقى فيه نولدج لينا انا عن نفسي عايز اعرف اللي هو اقدر ابني عليها بعد كده ان انا لو احتاجت او الظروف اطرتنا ان احنا يعني نتعمق فيها فيبقى عالقل عارفين لان انا حد ما عنديش خالص خلفية عن الموضوع ده ان شاء الله تابعونا بقى هتلاقوا فيه ناس كتير ان شاء الله تيجي تتكلم بالتفصيل بقى في حتة مختلفة يعني من المجال من المجال هذا اخر سؤال بقى حتى كده كتير مشترك من المشاكل لعمل تغير مجال لتشاهد او الضروف والله يبصى هو اعتقد ان احنا وصلنا المترطية معينة دلوقتي في السوق والسوق والسوق حتى الهردوير الطبيعي التقليدي برضو وصل لمرحلة من المشاكل يعني هل فعلا جRes توليز موجود الوقت يبقى كويسة يعني بقى ممكن تعمل حاجات شبهة لها ونتكلم عنه ده يعني تعمل ديناميك سكيرنج في حتاته ويعملت عرف إيه حتى على مستوى ديبلويد إنستانس وكلام ده فعلى مستوى على حاجاتها يعني أنت ممكن تخذ كوانيس نفسه نفسه وترانه عندك مش هيقولك لأ يعني فبقى عندك وسائل أول ما كانتش حتى عندك الحاجات دي فما كانتش عندك غير لما كلاو ظهرت هي كانت يعني ريوليوشن بتاعتك تقلبه في الاستيك يعني أنك أنت تقدر تعمل فلو أنت تقدر تعمل ده عندك خير لو أنت بحتاجه فعلا لو أنت فعلا مش لقيت الموضوع بتاعتك الكلاوود أنت عملت تشيس الكاست وعملت حاول تدور على ماك أنت وفا فيها طول الوقت وحاسبت أيضا أنك أنت كثيرا وحسبت حسابتك ولقيت أنك أنت أحسن لك وأرخص لك أنك تروح تعمل ده الكلام في الامبريم في حاجات معين أعتقد أنها ستبقى صعبة جدا لحد النهاردة برضا أن الامبريم بيبقى أرخص فيها حاجات مثل استوريج استوريج لحد ما يعني بشكل كبير قوي على الكلاوود بلس أنها كمان بتديك بقى حاجات زيادة صعب قوي أنك تحققها لوحدك فلو عارفه غالباً هتلاقي حتى اللي بيعمل كده هتلاقي إن استوريج لسه برضا مخاليها على الكلاوود يعني هتلاقي أنه هو عمل شباية بروسسينج عنده وخد السيرويس بتاعته عنده وديتابيز مثلا ولكن الفايل ستوريج اللي هو بمعنى الـ object stores وكلام ده وهي زي الـ S3 وكلام ده الحاجات دي رخيصة قوي والبديل بتاعها التقليدي اللي لو أنت هتبليم نفسك هيبقى عندك حضايا وقت كتير وإنت هتأكد هشربت ضيعة يعني يعني هتلاقي غالباً الحل في الـ hybrid يعني مع الوقت أنا بشكرك جداً أنا بشفاندس تناسف على التقطعات لا لا خالص أنا أسف أن احنا طولنا عليك على الوقت العادي وأنتمنى ما يكونش آخر لقاء لنا إن شاء الله ونتكلم في موضيع تانية أنا بقى بسعي جداً بصراحة وأنا بأتكلم معاك يعني بحس بالفخر يعني وأنا بأتكلم معاك بصراحة كويسي كويسي والله مبسوط جداً والله يعني أنا بحب أن أقول بذلك لما فيها أسئلة ونتكلم وتأدي أنا بحب دم دي أنا بنسبالي أقرب حاجة لي يعني أنا بحب أنا ما بحبش اللي هي الـ conversation مبسوط الجامدة ولا أنا أقعد عام بـ presentations وكلام ده يعني واحد ناقص مش ناقص فكويسي ناقص نتكلم ونرى الناس بتتكلم في إيه وانا بكلمها ونقولون قراءة يعني في الأخير هي قراءة كلها يعني الحاجات دي كلها ممكن تلاقي ما تاخدش الكلام ده على إنه هو مسلمات وهو ده الطريق يعني يعني فعاكس كل واحد ليه experience كل واحد ليه المحددات بتاعت المكان اللي هو فيه يعني هي بتبقى حاجة كويسة لين نحن يعني نتعلم من الناس اللي قريدي عندها خبرة يعني أنا شايف إن الخبرة بتوفر لناس وقت كتير على الأقل بالنسبة لي يعني إن أنا أتكلم مع حضركة أو ناس تانية إذا حضرتك بيه أنا بجي الـ knowledge كبيرة في وقت قليل فأعتقد ما أكون مفيد للناس يعني يا سيخير طبعا أنا مبسوط والله يجب كل سنوط طبيبين تاني وإن شاء الله يعني نشوكوا تانية رائد إن شاء الله سلام مع السلام